اشتركوا في القناة من هي العقول التي افرزتها البشرية لتقود توجهات ملايين الناس لسنوات وسنوات وسواء اكانت تلك القيادة في الخير ام الشر الا ان العاقل يسعى للنظر في اي منها وعرضه على اوليات الفكر القويم والرأي السديد ليرى مدى اتصاقها مع العقل والفطرة ومدى خلوها من التناقض في ذاته من عدمه ولذلك كانت الحاجة الماسة لمثل هذه السلسلة من اطروحات فكرية وفي هذا الكتاب يستعرض منا يوسف سمرين بالنقد احد اكثر الشخصيات جدلا على الساحة الاسلامية منذ عقود والذي تم اعادة تقديمه مؤخرا في رمضان الماضي للناس على انه المفكر والمجدد الاسلامي محمد شحرور ليواصل من جديد مشواره في العبث اللغوي بمعاني القرآن والسنة وتحريفهما وهو ما يوضحه المؤلف باسلوب مختصر مركز تكفي اشاراته الى تعميمه على كامل منهج شحرور وذلك بالادلة والنقلات الموثقة من اعماله واقواله مركز دلائل بين يدي الكتاب كثيرا ما تعرض القرآن لمحاولات نزعه من صدور وحياة المسلمين فلما استحال تزهيف كلماته او تغيير حروفه لجأوا الى تحريف معانيه باسم القراءة المعاصرة له فابتدعوا لكلماته من التفسيرات والمقاصد ما لم ينزل الله به من سلطان وما لم يعرفه المسلمون في حياتهم طيلة 1400 عام فاعادوا الى الاذهان طريقة الفرق الباطنية من قبل بزعمهم معاني خفية للقرآن لا يعلمها الاهم وعلى هذا بدأت اعاجب التأويلات القرآنية في الظهور باسم التجديد والعصرنة بدءا من نفي وجود المسجد الاقصى في فلسطين ومرورا بان المسلمة تصلي وتصوم وهي حائض او نفساء وان الزنا ليس العلاقة الجنسية خارج الزواج بل هو مباح خارج الزواج عندهم وان الجن ليسوا مخلوقات خفية عننا بل هم بشر مثلنا وان الصلوات ثلاث في اليوم والليلة وليست خمس وبعضهم جعلها واحدة واخر جعلها سبعة وثالث جعلها الدعاء فقط دون ركوع ولا سجود واخيرا وليس آخرا فابداعاتهم لا تنتهي ان جيوب المرأة المأمورة بان يغطيها خمارها كما في صورة النور هي فقط تجاويف وخروقات جسدها يعني ما بين الثذيين وتحت الثذيين وتحت الابطين والفرج والاليتين على حد تعبير شحرور واما باقي جسمها العاري كله فيمكنها اظهاره لمحارمها والان قارنوا هذا التحريف بما فعله اهل الكتاب من تحريف كلام الله فقال فيهم وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون سورة آل عمران يقول في تفسيرها ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائل الله ان منهم فريقا يحرف الكلم عن مواضعه ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد به ليوهم الجهلة انه في كتاب الله كذلك وينسبونه الى الله وهو كذب على الله وهم يعلمون من انفسهم انهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله ولهذا قال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وقال مجاهد والشعبي والحسن وقتاد والربيع ابن انس يلون السنتهم بالكتاب يحرفونه وهكذا روى البخاري عن ابن عباس انهم يحرفون ويزيدون وليس احد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله لكنهم يحرفونه اي يتأولونه على غير تأويله فالحمد لله الذي تعهد القرآن بحفظه جذير بالذكر ان محمد شحرور من مواليد دمشق عام 1938 وقد سافر الى الاتحاد السوفياتي لنيل دبلوم الهندسة المدنية من جامعة موسكو عام 1964 ومن هنا جاء اتهام البعض له بالماركسية التي كانت شائعة في تلك الفترة في عقر دارها وقد عمل فيما بعد الدكتوراه استاذا بجامعة دمشق ثم اصدر عددا من الكتب تحت مسمى دراسات فكرية معاصرة اعلن فيها تناول القرآن على ضوء النظريات اللسانية الحديثة فابتدأها بكتاب الكتاب والقرآن قراءة معاصرة عام 1990 وعلى قدر ما امتلأت كتاباته وأقواله بالمخالفات الواضحة والصريحة لمعاني القرآن وتعاليم الإسلام على قدر من برى لها عشرات المفكرين والدعاة والمتخصصين للرد عليها في كتب ومقالات وأبحاث وبيان ما فيها من وجوه الخطأ فكان منها ما غلبت عليه العاطفة فأثرت على منهجية النقد وكان منها ملتزم بالنقد المنهجي الدقيق وكشف حقيقة منهج شحرور مثل كتب بيضة الديك نقد لغوي لكتاب الكتاب والقرآن ليوسف الصيداوي المطبعة التعاونية وقد تناول اباطيل شحرور من الناحية اللغوية فقط كمتخصص في مجاله قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة دمشق الماركس لامية والقرآن أو الباحثون عن عمامة لداروين وماركس وزوجة النعمان قراءة في دعوة المعاصرة للمحام محمد صياح المعراوي طبعة المكتب الإسلامي تهافت القراءة المعاصرة لمونير محمد طاهر الشواف دارو قتيبة للطباعة والنشر الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن دراسة نقدية لماهر المنجد دار الفكر المعاصر ونحن بدورنا نقدم للقارئ المسلم والعربي هذا الكتاب الذي ندعو الله تعالى أن ينفع به وأن تساعد نقاطه المباشرة والواضحة في التنبيه على حقيقة منهج الرجل الناشر المقدمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فستكاثر الكتب في شتى المواضيع ولا يشكل كثير منها إضافة معرفية ففي عصر يسهل فيه الطبع والنشر والتوزيع تختلط الكتب التجارية بالكتب الجادة وقد يختلط الأمر على البعض فيحسب أن كل ما يلمع ذهب وأن فائدة الكتاب تزيد طرديا مع عدد صفحاته وفي غمرة من غياب التفكير النقدي الذي يقلل من تلك الكتابات العبثية يغتر بعض الكتاب بقدرتهم على تسويد الصفحات حتى ولو كانت مجرد حشو لا طائل من ورائه بقدر تعاظم الجمهور الذي صفق لسطورهم من تلك الكتب التي تعاني من السمنة المفرطة كتب محمد شحرور الذي يمكن معرفة الموهبة التي يمتلكها في القدرة على كتابة مئات الصفحات فيما يمكن تلخيص محتواها في وريقات ومع ذلك فقد كان يعيب على كتب الفقه حجمها فيقول ظهر فقه العبادات كالوضوء والصلاة والحج والزكاة حتى شمل هذا الفقه كثيرا من المجلدات علما بأن العبادات جاءت للعالم والجاهل واضحة وللعامة والخاصة مفصلة لا تحتاج إلى كل ذلك انتهى كلامه فهذا الرجل ينسى نفسه فإن كان الأمر بهذا الوضوح فلما سطر مئات الصفحات وهو يتحدث في الدين فالدين جاء للعامة والخاصة بهذا المنطق فلما كتب كتبه إلا أننا لا يهمنا هنا الحديث عن الشكل ولا طول كلامه من قصره لا يعنين أي قالب يمكن لأي شخص أن يقدم فيه فكرة فليس الحديث هنا عن الجانب الفني والجمالي ولا البلاغي إنما هو حديث عن الجانب المعرفي فإن لعين النقد ما يشغلها بالأهم وهو حديثه في الجانب الشرعي في الأصول والعقائد والشريعة بشكل عام وليعذرنا محمد شحرور إن حذفنا لقب دكتور فهو متخصص في الهندسة المدنية فالحديث هنا يجري فيما ليس متخصصا فيه فقد آثار أن يعرف في الأوساط الثقافية بكتاباته الدينية تلك الكتابات التي يجب أن يصدرها بأنها قراءة جديدة وأصول جديدة وأنها تابعة لمنهج جديد ذلك الذي يصفه بقوله منهجنا يكشف مواطن الخلل في ذاته بدون محابات أو عواطف انتهى كلامه ويبلغ به التعصب لما يسميه بمنهجه إلى حد سلوكه أسلوب الحرمان الكنسي لمخالفه فيصفهم بأنهم عبادة التراث وغير خاف ما في هذا من لمز لهم بالكفر لكونهم يعبدون غير الله بزعمه وهنا يلح السؤال ما هو هذا المنهج الذي يسير عليه محمد شحرور وإلى أين يمكن به أن يصل فبعد أن يحدف الحشو في كتاباته الطويلة ما الذي يمكننا أن نستخلصه من أطروحاته بل أسس التي صار عليها بحيث يمكن لشخص أن ينتسب بها إلى منهجه لا إلى شخصه فيقدر أن يسلك طريقة متصقة توصل إلى مطلوب لا نزوات آراء متفلتة لا يجمعها جامع النظري هذا ما ستحرص على الإجابة عنه هذه الصفحات لتصور طرحه كما هو من غير تشويه ولا تجميل معالجة إياه بمعيار النقد على أنه عادة ما يواجه أي طرح نقدي من أنصار خصومه المتعصبين بالصياح بأن النقد تحول إلى شخص الكاتب ولتفادي تكرار هذه الحجة في وجه هذه الصطور يقال إن الكاتب بشري مثله مثل النقد وليس متعاليا عن التعيين في الواقع حتى لا يخاطب ولا ينقد ولا يوجه إليه الكلام وحين يتصدر كاتب يحق لقارئه أن ينقده وأن يسأل عن أهليته فيما يكتب فذاو إن كان فيه مخاطبة لشخص فهو أمر يتعلق بموضوع طرحه بشكل عام وليس أمرا خاصا به فلا يحتاج الأمر إلى التذكير بمسوغات هذا وليس هذا من مغالطة الحجة الشخصية في شيء فمتى كانت السقطات تشيي بعدم أهلية صاحبها في كتابة موضوع ما فإن هذا يدفع إلى لومه للتصدر قبل التأهل للإنكار على ناقده في هذا وفي حالتنا هنا يفترض أن لا يكون هناك امتعاض من نقد ما سطره محمد شحرور وهو الذي أهدى سطوره إلى كل عقل نقدي متنور يبحث عن الحقيقة أينما كانت كما يقول فيقال له وصلت هديتك وإليك ومن تابعك ما يقابلها فثقافة التفكير النقدي يجب أن تكون حاضرة فالنقد هو دم الحياة الفلسفية وليس ثمة معرفة دون نقد عقلي كما يقول وقد عرف في تراثنا الإسلامي بشكل حيوي مؤثر فتجد أسماء لامعة قد برعت في مضمار نقد الحديث كابن المديني وأحمد بن حنبل وابن معين وغيرهم وما أحوجنا اليوم إلى نقاد في جانب الفكر كما عرف ذلك عن علماء أفذاذ لم يتوقفوا عند نقد الحديث بل مضوا إلى نقد الأفكار وتتبع جذورها وكشف عوارها حتى لا تمر على الناس كابن تيمية وابن القيم وغيرهما وما أحسن قول ابن القيم وهو يتعهد بالبقاء على نقده لأهل البدع بقوله ولا أفضحنهم على رأس الملاء ولا أفرين أديمهم بلساني ولا أكشفن سرائرا خفيت على ضعفاء خلقك منهم ببياني فمواصلة لمسيرة النقد كانت هذه السطور في نقد الأسس التي قام عليها طرح محمد شحرور ولا ينفصل العمل النقدي عن العمل التحليلي بتحليل ما يقوله المؤلف وإرجاعه إلى أصوله وأن بعض المسائل يكون تصويرها وبيان أصلها كاف في تكديرها بإذهاب هالة تعاليها وإظهار خطوعها لظرفها وسياقها وارتباطها بلوازمها فكيف إن كانت بنفسها لا تقوم على ساق الأدلة والبراهين كما سيجري فحص مدى اتساق أطروحاته الفكرية فيه ومدى وقوعه في التلفيق وهو خلط غير منظم لوجهات نظر مختلفة غالبا ما تكون متعاردة من آراء فلسفية ومقدمات نظرية وتقديرات سياسية ويشمل هذا آراء في مجال العقائد والفقه ونحو هذا وحرصا على عرض ما قاله محمد شحرور في كتبه فإن هذا الكتاب تتبع ما سطره محمد شحرور في كتاباته التالية أولا الكتاب والقرآن القصص القرآني وهو في جزئين الإسلام الأصل والصورة الإسلام والإيمان الدولة والمجتمع نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي السنة الرسولية والسنة النبوية رؤية جديدة الدين والسلطة قراءة معاصرة للحاكمية تشفيف منابع الإرهاب دليل القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم الإسلام والإنسان من نتائج القراءة المعاصرة أم الكتاب ولم أتتبع كل الجزئيات التي قالها بالنقد بل جرت تركيز على الأسس التي قام عليها مجمل ذلك الطرح من حيث الموضوعية والاتصاق وأصالة الفكرة وإن كان هناك تعرض لبعض الجزئيات فذلك لارتباطها بأصوله وبيان ما فيها عند التطبيق أو بيان لوازمها يوسف سمرين القدس ضد الثوابت ليس هذا العنوان تهويلا ومبالغة بقصد التشنيع بل هو ما دعا إليه محمد شحرور نفسه فقال الفقه الإسلامي كما صاغه لنا الفقهاء في القرنين الثاني والثالث الهجريين وكذلك علوم القرآن بحاجة ملحة إلى إعادة النظر وخاصة فيما يسمى بالثوابت أو الأصول حيث نحن اليوم بحاجة ماسة إلى إعادة تأصيل الأصول نفسها وإعادة النظر فيما يسمى بالأحكام الشرعية وأدلتها انتهى إنه يريد مراجعة الثوابت والأصول تلك التي يسمي أتباعها بعبدة التراث فلا غرابة أن يوجه هجومه إلى الشافعي أول من دون أصول الفقه وهو الذي يسأل مستنكرا هل استطعنا نحن أن نتجاوز الشافعي في أصول الفقه ونضع أصولا جديدة ولم يجد ما قاله هنا كافيا حتى بدأ بالطعن في دين الشافعي فقال بأنه باع دينه بدنيا غيره كتاب تجفيف منابع الإرهاب الصفحة 84 ورماه بأنه كان من علماء الصلاطين يداهنهم في فقهه فما مقدار معرفة شحرور بكلام الشافعي يظهر هذا في قوله الإمام الشافعي في كتابه الرسالة ينكر دور الآحادي في مجال العقائد فهو يزعم أن الشافعي في الرسالة يرد الحديث الصحيح إن كان من أخبار الآحاد أي الذي يرويه الواحد عن الواحد في العقائد وهذا مجرد كذب ولا يقدر أن ينقل من أي موضع من الرسالة شاهدا واحدا على ما يقول بل إن الشافعي عقد في الرسالة بابا أطال فيه الكلام في تثبيت خبر الواحد ولزوم الحجة به وخروج من رده عن طاعة الله ورسوله ولم يفرق هو ولا أحد من أهل الحديث البتة بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات ولا يعرف هذا الفرق عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا من تابعهم ولا عن أحد من آئمة الإسلام وإنما يعرف عن رؤوس أهل البدع ومن تابعهم مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم الجوزية تحقيق سيد عمران الصفحة 570 فهذا القول محدث ولم يفرق الشافعي في أحاديث الآحادي بين الأحكام والعقائد كالأحاديث في الصفات الإلهية كما زعم شحرور بل إنه نص في الرسالة على قيام الحجة في الإسلام بخبر الواحد الذي ثبت صدقه فقال محتجا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعث أمراء سراياه وكلهم حاكم فيما بعثه فيه بأن عليهم أن يدعوا من لم تبلغه الدعوة ويقاتلوا من حل قتاله وكذلك كل وال بعثه أو صاحب سرية ولم يزل يمكنه أن يبعث واليين وثلاثة وأربعة وأكثر وبعث في ذهر واحد إثني عشر رسولا إلى إثني عشر ملكا يدعوهم إلى الإسلام ولم يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة فقد استدل الشافعي بهذا على قيام الحجة بالواحد في الإسلام وذافع قائده في المقام الأول وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا أن يبعث أكثر من واحد لكل ملك يدعوه إلى الإسلام فعلم أن شحرورا كذب عليه ولم يرضى بذا المقام حتى استطال بطعن في دينه فمثل هذا يريد أن يتجاوز الشافعي وهو لم يلحق بشيء من أثره بل اكتفى بأن يكذب عليه وينسب كذبته إلى الرسالة وكأنه لا يقدر أحد على التحقق من كلامه فيها وهي مطفوعة متوفرة في المكتبات مرفوعة على مواقع الشبكة العنكبوتية وهذه الطريقة التي يسلكها تتكرر في كتاباته فيذكر أسماء كتب لمجرد أن تظهر في مراجعه وكأنه طالعها وقرأها على أي حال لقد أراد شحرور أن يخرج عن الأصون وذلك لكي يتسع له الحديث دون ضوابطه ويضع نفسه بعده في زمرة المجتهدين متجاهلا قواعد الإجتهاد في العلوم الشرعية فقال إمكانية الإجتهاد ضمن الأطر التي رسخت منذ القرنين الثاني والثالث الهجريين قد استنفذت ولم يعود الإجتهاد ضمنها ممكن إلا إذا تجاوزها والعودة إلى قراءة التنزيل على أساس معارف اليوم واعتماد أصول جديدة للتشريع الإسلامي إنه يريد أصولا جديدة للتشريع الإسلامي لذا يعلن أن ما يسمى قواعد الفقه ودوابط الشريعة فقدت صلاحيتها في معظم الأمور إن لم يكن كلها ويعلن تهافت أصول الفقه التي وضعها الشافعي والتي أطلق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس اتباع أقوال من سلف خطأ فادح وتضليل للناس إنه يريد أن يخرج عن كل هذه الضوابط ليبتكر ضوابطا جديدة يقول في صياغتها قد أدى النبي مهمته على أكمل وجه حيث بلغ كرسول كل الغيبيات التي أوحيت إليه وهي الجزء الأكبر من التنزيل الكريم فالنبي لم يكن أكثر من مبلغ عن الغيب من دون أن يكون عالما به إطلاقا لهذا لم يتصد لشرح التنزيل الحكيم لأن مفاتيح فهمه كاملة في داخله وهي تفصيل الكتاب وليست نابعة من الرسول أما مهمة التفكير والتدبر في معانيه فقد أوكلت إلى الناس المنزل إليهم واكتفاء الرسول ببيانه وعدم شرحه إثبات لنبوته ودليل على علمه بأبعاد هذه النبوة انتهى القصص القرآني قراءة معاصرة الصفحة 242 فهذا الأساس الذي ينصره شحرور يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أكثر القرآن بل اكتفى بتبليغه فقط والتبليغ عند شحرور يعني أنه قرأ على الناس فحسب وكأن التبليغ يكون كحمل رسالة مشفرة إلى قوم لا يكادون يفهمون منها شيئا ولذا لم يشرحه ولم يفسره لأحد وهذا مجرد حشو فإنه نسب إليه عدم علمه به فكيف سيشرح ما يجهله أما مهمة التفسير فهي لغيره فيجعل للناس منزلة لا يجعله للنبي صلى الله عليه وسلم حيث إن التدبر والتفكر للناس وكأن النبي لا يتدبر القرآن ولا يتفكر فيه فمن هو من أفضل من فسر القرآن عند الشحرور يقول خير من أول آيات خلق البشر عندي هو العالم الكبير شارلز داروين فهل عرف داروين القرآن؟ أقول ليس من الضروري أن يعرف فقد كان داروين يبحث عن الحقيقة في أصل الإنسان والقرآن أولد الحقيقة في أصل الإنسان والقرآن أولد الحقيقة في أصل الإنسان فيجب أن يتطابقا إن كان داروين على حق وأعتقد أن نظريته في أصل البشر في هيكلها العام صحيحة فهذا الرجل يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تنزل عليه القرآن بلغته لم يعرف أكثره لكن خير من أول بعض آياته هو داروين دون الحاجة إلى أن يعرف داروين القرآن ولا لغته وحجته أنه يعتقد أن النظرية صحيحة وبما أن داروين أراد الحقيقة فيجب أن يتطابق مع القرآن أي منطق هذا يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأنباء الغيبية والتاريخية من دون فهمها ومن دون التمكن من شرحها لأهل زمانه وفي ذلك مهمة عظيمة وشاقة إذ كيف يجري إقناعهم بشيء لا يمكنهم إدراكه كالعلم الجيني فهذا الرجل يفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد آلة نقل فالبيان عنده أنه أعلنه صوتيا بمعنى نطاقه بنفسه أمام الناس لكن دون أن يشرح منه شيئا فيجعله مثل المدياع والخط والأوراق وآلات الطباعة لا أنه المبلغ عن ربه وأن البلاغ لا يحصل دون بيان ما في الرسالة حتى يفهمها من بلغته فلو أنزل الكتاب بلغة لا يفهمها أحد من البشر لم يقع البلاغ والله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فالقرآن نزل بلسان عربي والنبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا ليبين لقومه بداية فمقصد الرسالة البيان للتعمية والبيان كون الشيء في ذاته ممكن أن تعرف حقيقته لمن أراد علمه والإبانة والتبيين فعل المبين وهو إخراجه للمعنى من الإشكال إلى إمكان الفهم بحقيقته فكون الشيء بينا يعني أنه واضح يمكن معرفته للمخاطب قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ويقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فالنذارة بالقرآن لمن بلغه من الناس تكون بفهمه لا أن أكثره غير مفهوم ومع ذلك يقع به البلاغ ويقول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون لكنه يزعم أنه نقل إلى غيره فحسب دون أن يشرح أو يفسر ويتجاهل أن الاستفسار عند الأصليين طلبوا ذكر معنى اللفظ حين تكون فيه غرابة أو خفاء فكونه لم يشرح بعض الآيات مثلا فذل قوة دلالتها لا أنه لم يفهمها بل لأنها واضحة عند المخاطبين بحيث لم يستشكلوا ولم يستفسروا فكيف بها عنده ثم إن هذا الرجل يفترض أن العلم الجيني حواه القرآن نفسه وبالتالي لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الموقف يجرد حتى علماء الطبيعة من دورهم فما كان عليهم إلا أن يسلكوا طريقة شحرور في التفسير وسيكتشفون ما أجهد أنفسهم للوصول إليه خارج القرآن من علم الطبيعة فماذا اكتشف شحرور بطريقته؟ هل يوجد أي مسألة علمية وصل إليها عبر طريقته تلك؟ ولا أي مسألة؟ كل هذا ليمهد شحرور لنفسه أي قول بحجة الإجتهاد حتى ولو خالف الأحاديث النبوية وأفهام علماء الإسلام جميعا فهو اختار داروين في منزلة خير من فسر آيات من القرآن لأنه يعتقد أن نظريته صحيحة فجاز عنده أن يكون المسلمون جميعا قد جاهلوا كتاب الله الذي أثنى علماؤهم فيه أعمارهم كل تلك القرون حتى جاء رجل ليس ضروريا عند الشحرور أن يكون قد سمع بالقرآن ولا عارف لغته ولا قرأ منه شيئا فضلا عن إيمانه به من عدمه فيجعله خير مفسر لآيات منه دون أن يكون داروين نفسه قد انتسب إلى تفسيرها ولا استشهد بها مرة وحتى دون أن يكون مسلما بل حتى دون أن يكون داروين ممن يؤمن بالله أصلا فأي اعتباطية في التسلسل أكبر من هذه ليصل إلى مثل هذه النتيجة ومع ذلك يقول المغالطة الكبرى هي أننا نريد أن نفهم الإسلام فنرجع من القرن العشرين إلى القرن السابع في طريقة تفكيرنا فهذا الرجل لا يعنيه أن يفهم الإسلام كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في القرن السابع الميلادي ويحاول أن يخرج مقالته بطريقة دبلوماسية فيقول لا نلوم أصحاب التفاسير التراثية في القرنين السابع والثامن للميلاد على ما لم يفهموه من كتاب ربهم بسبب قصور أرضيتهم المعرفية فالواقع أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عدم فهم أكثر القرآن فليس حديثه مقتصرا على التفاسير التراثية كما هو كلامه هنا الأمر الآخر قوله بأن سبب عدم فهمهم قصور أرضيتهم المعرفية خلط بين مقامين أولا العلوم المحصورة كعلوم اللغة العربية والعلوم الشرعية التي يعتبر فيها الإجماع هجة حيث لم يكتشف أي دليل أو شاهد خارج إطار زمني محدد فلن يكتشف العلماء آية أو حديثا لم يكن معروفا ولا شاهدا لغويا ثانيا العلوم غير المحصورة مثل علم الفلك والكيمياء والفيزياء والهندسة التي يتخصص بها شحرور فهذه تكتشف فيها معارف وأدلة لم تكن معروفة من قبل والكون فسيح وقد يعرف منه ما كان مجهولا لكنه يريد أن يجعل العلوم الأولى كالثانية تمهيدا لأن يتصدر أمثاله فيقول مثلا نحن عندنا من علم الهندسة ما لم يكن موجودا في عهد الصحابة وبهذا أرضيتنا المعرفية أكبر منهم ولذا قد نعرف شيئا من التنزيل قد جهله الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهذا محض خلط بين الأمرين فمعارف الصحابة في العربية مثلا أكبر ممن بعدهم وكذلك علمهم بالتنزيل والفقه وباقي علوم الشرع فيستحيل أن يجهلوا شيئا من الدين ويعرفه من بعدهم فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم ويقرهم على أفهامهم وإن فهم واحد منهم آية بغير معناها صوب له غلطه فيها وبين له الحكم على وجهه كما حصل مع عدي بن حاتم لما أخطأ في فهم قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل يقول عدي عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار فعلوم الشرعي مستقلة عن تطور علوم أخرى غيرها كالفلك والهندسة ونحوهما فمهما تطورت تلك العلوم فلن يكتشف في الإسلام إلها غير الذي عبده الصحابة ولن يفهم من التشريع ما يناقض فهم الصحابة أما ما قد يجهله الصحابة من علوم الدنيا مما قد يكشفه غيرهم فهذا مسلم لكن الرجل خلط بين الأمرين ليفسح لنفسه فرجة بين علماء الشرع بحجة معرفته بالهندسة ويقال في زعمه أنه قد يعرف ما جاهله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من الدين لاتساع أرضيته المعرفية هل هذه أصول جديدة للتشريع أم هي شريعة جديدة بكامل ما تحمله هذه الكلمة من معنى يجيب شحرور عن هذا خاتمة الرسالات وفاتحة عهد جديد في تاريخ الإنسانية هو عهد ما بعد الرسالات لشموليتها والتي وضعت حدودها كدفعة إلهية تحفيزية للإنسان للاعتماد على نفسه في التشريع لنفسه فخاتمة الرسالات كانت دفعة للإنسان لكي يعتمد على نفسه فيشرع لنفسه بنفسه فهذا الرجل يبتكر شريعة تماما بحجة التجديد وبحجة أن النبي يجهل أكثر آيات القرآن وأن خير مفسر لبعض الآيات هو داروين ولذا يقول الفقه المتوارث بكل فروعه في الشعائر أو العبادات كما يسميها الفقه وفي التشريعات أو العادات بحاجة إلى إعادة قراءة حتى نعيد الاعتبار للدين الإسلامي ونعيد له صفة العالمية التي أفقده إياها الفقه والفقهاء وعلى رأسهم الشافعي سامحهم الله وهذه الطريقة بالدعاء لهم بالمغفرة مجرد خطابة وإلا فهو يرميهم بأشد الفضائع كقوله الفقهاء والمفسرون قصموا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقوله الفقهاء قاموا من جهة بمشاركة الله في ألوهيته بتحريم أمور هي أصلا حلال على أي حال فإن هذه الطريقة في التفسير تسمح له بأن يقول أي شيء في أي موضوع ويقول هذا من التجديد وبما أنه أسقط أصول الفقه والفقه وأهلهما فما الداعي وقتها لقواعد اللغة أصلا وبهذا يصبح الدين يحتمل أي شيء وبالتالي لا يعني أي شيء على أن طريقته هذه ليست مبتكرة فقد سابقته إليها الكنيسة في تعاملها مع الإنجيل ففي الإنجيل أن واحدا قال للمسيح أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون الحياة الأبدية فقال له ولماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا فهذا الكلام مفاده أن المسيح لم يكن هو الله ولا يساويه ولا حكاية الثلاثة في واحد وإلا كان سيقبل من هذا الرجل أن يناديه بهذا والرجل الذي سمعه لن يفهم منه إلا أن المسيح ليس هو الله ولا في مرتبته وقد قال هذا المسيح سدا لذريعة الغلو فيه وفي السنة ما يماثل هذا كما جاء عن مطرف قال قال أبي انطلقت في وفد عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله قلنا وأفضلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان وذلك أنه كره المبالغة في المدح سدا لذريعة الغلو فيه فكيف تعامل الرهبان مع كلام المسيح الموجود في الإنجيل يقول أمبروسيوس أسقف ميلان إن ابن الله يتكلم هنا بالتأكيد كإنسان وهو يتكلم مع أحد الكتبة وهو الذي يخاطب الله بقوله أيها المعلم الصالح ولكنه لا يعترف بأنه إله لذلك فما لا يؤمن به هذا الكاتب يعطيه المسيح أن يفهمه وقصده من هذا أن يقوده ليؤمن بإبن الله ليس كمعلم صالح ولكن كالإله الصالح انتهى فالمسيح كان يتكلم هنا بصفته إنسانا باعتراف هذا الأسقف ولكن رغم وضوح النص إلا أنه لا يهتم بكلمات المسيح نفسها ولا بفهم المخاطب الذي يخاطبه المسيح ويقره على فهمه بل يريد أن يحملها لتتوافق مع ما قرروه هم فيما بعد بأن المسيح إله أليست هذه نفس طريقة شحرور بأن النص نفسه قد لا يفهمه المخاطبون وإنما يفهمه من اتسعت أرضيتهم المعرفية بعد قرون متطاولة حتى يصير معنى النص عكس النص نفسه كما قال الأسقف بأن المسيح أراد أن يمهد للرجل على قدر فهمه أنه إله من حيث أنكر عليه مخاطبته بالمعلم الصالح بهذه الطريقة يسهل على شحرور أن يقول أي شيء وبعدها يزعم أن من سبق لم يفهمه بهذا النحو والسعدائرة هجومه ليشمل أهل اللغة في أمر اللغوي وذلك لأنه يخالف حد الرجم فيقول انطلق المفسرون وأهل اللغة وأصحاب المعاجم من روح تشخيصية ظاهرة في فهم الرجم هذه الروح التشخصية التي تأخذ اللفظ على وجه الحقيقة وتنكر المجاز هي التي سدت الطريقة أمام المفسرين والفقهاء فأهل اللغة لم يفهموا اللغة حتى جاء شحرور ليقول لهم أخطأتم وسبب هذا عنده أنهم أنكروا المجاز فهذا ينكر على أهل اللغة فيما هو من علمهم على أن أغلب العلماء في اللغة والبلاغة والأصول يقولون بوقوع المجاز في اللغة وقد فهموا منه خلاف ما زعمه شحرور وهم في علوم اللغة قد بلغوا الغاية وقد نفى المجاز بعض العلماء كابن تيمية وهو مسبوق من بعض أئمة اللغة وليس معنى نفي المجاز عنده أن اللفظ لا يصرف عن ظاهره بقرينة بل إنه يراعي السياق والقرائن لبيان الحقيقة المقصودة من الألفاظ وليس هذا موضع توضيح مذهبه لكن شحرورا لا يعبأ فيكذب على مخالفه فرغم أن أكثر العلماء قالوا بوقوع المجاز إلا أنه يزعم أن سبب قولهم بحقيقة الرجم إنكار المجاز والواقع أن من قال بالمجاز لا يخالف أبدا في أن الأصل في الألفاظ الحقيقة إلا بقرينة وذلك أن المجاز فرع للحقيقة لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع دالا عليه أولا والمجاز استعمال لفظ الحقيقة فيما وضع دالا عليه ثانيا لنسبة وعلاقة بين مدلولي الحقيقة والمجاز فلا يخالف مثبت المجاز أن الظواهر لا تأول بحجة الغوص إلى البواطن حتى تخرم ظواهر الشريعة يقول الغزالي فرق بين تعبير الظواهر إلى البواطن وبين التنبيه للبواطن من ذكر الظواهر مع تقرير الظواهر ففارق الباطنية بهذه الدقيقة فهناك فرق بين نفي ظواهر النصوص بحجة مقصدها وباطنها وبين تقرير الظواهر مع التنبيه للمقاصد دون أن يعود هذا على الظواهر بالإبطال وإلا صار مثل الباطنية الذين أولوا ظواهر النصوص حتى خرجوا عنها بحجة اهتمامهم بمقاصدها أي بواطنها ونحو هذا ومع تأويلهم هذا فإنهم لم ينسبوه إلى المجاز لعلمهم بأنه لا يتصق مع قواعده وقد وصل الحان بالباطنية رغم انتسابهم إلى الإسلام إلى قولهم بأن الله لا هو موجود ولا هو معدوم فجمعوا بين النقيضين بزعمهم أن هذا هو المعنى الدقيق لشهادة التوحيد بعد تأثرهم بمنظومات خفية كالأفلاطونية المحدثة إلا أنهم ما قالوا إن فهمهم هذا غاب عن السابقين بحيث لم يكن مفكرا فيه بل نسبوه إلى آل البيت وقالوا إنهم ورثوه عن أئمتهم في دعوتهم وذلك لتنبههم لخطورة القول بأن قولهم جديد فهي شهادة منهم على أنفسهم وقتها بأنهم ابتدعوا في دين الله ما لم يكن وما معنى البدع غير هذا ثم إن هذا لازمه تضليل كل من سبق بأنهم ما كانوا على دين الله حقا حتى جاء من يميط لثام عن شفرة النصوص الخفية فهذا الرجل وضع أسسا خاصة به ليخرج بها عن ضوابط الأصول وكلام أهل اللغة متنكرا لأي فهم سابق للنصوص فيقول وضعنا كل التراث جانبا وباشرنا العمل من السفر ماذا سينتج فوق السفر الذي انطلق منه ويسهل عليه بعد هذا السفر أن يقول عن شدرات نضح بها المزاج إنها تحقيقات أفادها تحكيم المجاز وبعد إعلانه وفاة التراث كله كأنه يقول لمن تابعه متمثلا بقول القائل فهاهو مات عنكم واسترحتم فعاطوا ما أردتم أن تعاطوا وحلوا واعقدوا من غير رد عليكم وانطوى ذاك البساط فماذا سيقول شحرور عند تطبيق آرائه التي يحل له أن يسميها بالمنهج على الموضوعات الشرعية وأهمها الإيمان بالله وصفاته موقف شحرور من الإيمان بالله وصفاته كما سبق أن تذمر شحرور من الأصول والفقه وأهل اللغة والمفسرين فقد تذمر أيضا من الاعتقادات التي خالفت آرائه فدعا لتغيير تلك المعتقدات لتتوافق مع ما توصل إليه فقال علينا نحن المسلمين أن نصحح عقيدتنا فما هو التصحيح الذي يدعو إليه في مجال العقائد الإسلامية وغني عن البيان الحديث عن أهمية العقائد في الإسلام لقد استهل محمد شحرور حديثه عن وجود الله بمقدمة فلسفية فيما عرف بالمسألة الأساسية في الفلسفة وهي علاقة المادة بالفكر الشيء بالوعي المحسوس بغير المحسوس فيقول مشكلة الفلسفة الكبرى هي تحديد العلاقة بين الوجود في الأعيان وصور الموجودات في الأذهان ويشرح هذا وعمدته فيه كتابات الفلسفة المادية فيقول العلاقة بين الوعي والوجود المادي هي المسألة الأساسية في الفلسفة وقد انطلقنا في تحديد تلك العلاقة من أن مصدر المعرفة الإنسانية هو العالم المادي خارج الذات الإنسانية ويعني ذلك أن المعرفة الحقيقية غير الوهمية ليست مجرد صور ذهنية بل تقابلها أشياء في الواقع لأن وجود الأشياء خارج الوعي هو عين حقيقتها لذا فإننا نرفض قول الفلسفة الميثاليين إن المعرفة الإنسانية ما هي إلا استعادة أفكار موجودة مسبقا الكتاب والقرآن الصفحة 42 فكيف ينظر هو إلى الوجود الإلهي بناء على التقسيم الذي بدأ به هل هو معين قابل للحس موجود خارج الأذهان أم مطلق لا يوجد إلا في الأذهان للأعيان موقفه من وجود الله يقول شحرور الإيمان بالله عندي تسليم وأنا مسلم بوجود الله واليوم الآخر وهذه مسلمة والمسلمة هي أمر لا يمكن البرهان عليه علميا كما لا يمكن ضحضه علميا ولهذا لا يجوز للملحد المنكر لوجود الله أن يقول أنا ملحد لأن الإلحاد موقف علمي ولا يجوز للمؤمن بوجود الله في المقابل أن يقول أنا مؤمن لأن الإيمان موقف علمي وعندي أن الإلحاد أو الإيمان خيار يختاره الشخص بنفسه ولنفسه فيقال إن عنا بالبرهانة علميا بالتجربة المباشرة فهذا ما تفتقده كتبه فعليه يكون قد أقر على نفسه بأنها غير علمية وأنه لا يملك دليلا ولا برهانا في سطر مما سطره في كتبه وهذه معضلة الفكر الوضعي بشكل عام أن يرفض ما لا يقبل التجربة ثم يكون نفس ضابطه فلسفيا لا علميا فيعود على أصله بالإبطال وإن عنا بقوله علميا ما هو أوسع من هذا بما يشمل حجج العقول فهذا الموقف الذي يقوله شحرور مجرد متابعة منه لإيمانويل كانت إذ إن كانت لما كان يرفع البحث في الله فوق القدرة العقلية ليسلم له اللاهوت من أي نقد سد على نفسه باب الاستدلال العقلي عليه من جهة أخرى فالتزم كلامه إلى آخر نتائجه وسلم بأن إثبات الله عن طريق العقل المحض مستحيل فكانت طريقته له وعليه فمن جهة قام بتقزيم دور العقل حتى لا يطال الإله بالنقد لكونه لا يمكن أن يقع عليه الحس ومن جهة أخرى فقد منع عن العقل المحض الاستدلال على إثبات الله ومعنى هذا أن حجج المؤمن والملحد تتكافأ ولا يمكن معرفة الصحيح منها من الباطل وبالتالي يضحى الموقف متساويا من حيث العلمية سواء كان إيمانا أو إلحادا وما قاله كانت غير صحيح فللعقل قدرة على معرفة الحق من الباطل والأصل الذي انطلق منه كانت غير مسلم إذ إنه انطلق من أن الإله موضوع غير قابل للحس بتاتا وليس هذا محل بيان زيف هذا الكلام إلا أنه ورث هذا من اللاهوث الكنسي وأقام فلسفته لينقذ اللاهوث من النقد إلا أن هذا يظهر أن شحرورا يسلم بالإيمان عاريا عن أدلة في موقف يقابل الإلحاد فيتساويان في هذا وانظر إلى قوله ولا يجوز للمؤمن بوجود الله في المقابل أن يقول أنا مؤمن لأن الإيمان موقف علمي فهل هذا يعني أن شحرورا يتحدث في موضوع غير علمي يقول عما يكتبه في الدين المنهج الذي اعتمدناه يبنى على أسس علمية فمنهجه علمي لكن إثبات وجود الله غير علمي مع أن شحرورا يتكلم في القرآن الذي هو فرع على إثبات وجود الله فهل هذا الرجل يعي ما يخطه ويمتد الأمر معه ليقول يجب على المسلم أن يكون عنده ذرة شك في وجود الله والملحد عنده ذرة شك في الإلحاد فإن كان وجود الله عنده حقيقة وأن له وجودا موضوعيا خارج الذهن وأن من نفاه كابر الحق فلما إذن يقول لمن اعتقد بهذه الحقيقة عليك الشك بها وعلى من أنكرها وكابر أن يشك أيضا فهل يطالب معتقد الحقيقة بالشك فيها حتى يطالب منكرها بالشك بإنكاره أم إن شحرورا لا يعتقد أصلا أن وجود الله حقيقة وأنه قد قامت عليها دلائل العقل واستقرت في فطر الناس ولذا يطالبهم بالشك في هذا أليس من شروط الإيمان اليقين المنافي للشك فأين هو من قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فإن قيل إن الشك خطوة في البحث عن الحقيقة قيل له فإن كنت تسلم بأن وجود الله حقيقة فمن اعتقد بوجوده فقد وصل إلى المطلوب فمتى كان الشك وسيلة إلى هذه الغاية فهو قد وصل إلى الغاية فلما يهدم الغاية ليحقق الوسيلة وهي ليست مطلوبة بذاتها فإن الشك والحيرة ليس محمودا في نفسه باتفاق المسلمين غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازم المستبصر المتبع للرسول العالم بالمنقول والمعقول فكيف يقال على الاثنين أن يشك ويبرز هنا سؤال إيمان شحرور دون دليل بالله كيف يجعله يتصور وجود الله وهو القائل لله في ذاته كينونة فقط أي أنه وجود قائم بذاته يوضح شحرور نظرته إلى الوجود الإلهي بشكل صريح فيقول الوجود الموضوعي خارج الوعي هو الوجود الإلهي فالوجود الموضوعي خارج الذهن هو الوجود الإلهي عنده وهذا يعني أن كل الوجود خارج الذهن هو الله فالله ليس موجوداً موجوداً موضوعياً خارج الذهن بل ما هو موجود خارج الذهن عنده هو الوجود الإلهي وعلى هذا فالقاذورات والنجاسات والشياطين والكفار وكل ما في الوجوه حقه وباطله هو الوجود الإلهي عند شحرور وهذا يفوق كلام النصارى بل إنهم ينكرون على قائله فيسألون إنكارا هل يحصى الصانع مع مصنوعاته وكيف يبدو كأنه أحد المصنوعات التي صنعها هو نفسه وهذا ليس إلثاما له حتى يقول لا ألتزمه ولازم المذهب ليس بمذهب بل يوضحه موقفه من كلام الله موقفه من كلام الله يقول شحرور لو كان النص القرآني المثل أو المكتوب الموجود بين أيدينا هو عين كلام الله فهذا يعني أن الله له جنس وجنسه عربي وأن كلام الله ككلام الإنسان يقوم على علاقة بين الدال والمدلول ولكن بما أن الله أحاد الكيف وواحد في الكم وأن الله ليس عربيا ولا إنجليزيا لازم أن يكون كلامه هو عين المدلولات نفسها فكلمة الشمس عند الله هي عين الشمس وكلمة القمر عين القمر وكلمة الأنف عين الأنف أي أن الوجود المادي الموضوعي ونواميسه العامة هي عين كلمات الله فالوجود المعين المخلوق هو كلام الله عنده فالقمر كلامه والشمس والشياطين والنجاسات فعلى هذا من أزال النجاسة فقد أزال كلمات الله فإن كان كلامه غير مخلوق فإن هذا يعني أن الوجود غير مخلوق وهذا يبين أن محمد شحرور يتعامل مع الله على أنه عين العالم تارة وأن الموجودات في العالم هي عين كلام الله تارة أخرى وينفي أن يقول القرآن العربي كلام الله حتى لا يكون لله جنس فلا يقال الله عربي إن هو تكلم بالقرآن العربي وهذا الإلزام الخفيف يبين أن الرجل لا يحسن الكلام ولا الفلسفة فالله ليس له والد ولا ولد وليس كمثله شيء وإن تكلم بالقرآن بالعربية فلا يعني هذا أنه من العربي وهم سلالة من والد وولد ثم إن الوجود لا يصح أن يقال إنه مجرد كلام فالكلام صفة تقوم بالموصوف وهو المتكلم وصاحب الكلام فهو يخلط بين الخلق وبين الخالق فكلام الله صفة للخالق لا أنه صفة المخلوق وإلا كان الكلام كلام المخلوق فكيف وهو يجعل نفس المخلوق كلام الله ولما بلغ به الأمر هذا الحد فقد فاق قول أهل وحدة الوجود قديما فقد قال ابن عربي أطائي وكان يقول بوحدة الوجود وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه فابن عربي وأمثاله كانوا أعقل منه فنسبوا كل الكلام إليه لا أنهم ادعوا أن الموجودات عبارة عن كلمات وأن هذه الكلمات هي كلام الله فهذه صفصطة ظاهرة بجعل المعينات الموجودة مجرد كلام ثم نسبتها إلى غيرها فإن كان الوجود هو كلام الله والوجود الخارجي هو الوجود الإلهي يضحى الكلام وقتها كلاما للكلام نفسه فتهافت طرح الرجل ظاهر الخلق بين الكلام الذي هو صفة تقوم بذات وبين الموجودات التي هي ذوات تقوم بها صفات فيجعل الوجود الموضوعية هو الوجود الإلهي ثم يجعل الموجودات عين كلام الله وهذا الخلط شبيه بمعتقد النصارى كما جاء في إنجيل يحنى في البدء كان الكلمة الكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله فهم يقولون في شرحها هذه الكلمة ليس هو الكلام المنطوق ويقال إن مصطلح الوجود مجرد تجريد ذهني كلي للموجودات المعينة في الواقع خارج الذهن كالشمس والقمر فإن كانت كل الموجودات هذه كلام فأين هو الله إنه محض عدم عنده إذن إذ إن وجوده ليس مستقلا عن الموجود المخلوق دونه إذ سابق أن صرح أن الوجود الموضوعي هو الوجود الإلهي فإلى أي درجة سيتسق شحرور مع قوله إن الوجود هو كلام الله يقول شحرور الله مطلق وكلامه مطلق فيقال المطلق إنما يوجد ذهنيا فتقول واحد مثلا بتجريد في التصور عن أي قيد من صفة معينة لشيء معين ولكن لا يوجد في الواقع واحد مطلق لا صفة له بخصوصه ولا وجود يخصه على أي حال قد يقال يقصد بالمطلق هنا ما يقابل النسبي فيقال المعرفة نسبية تكون كمعرفة صفة للشيء دون الإحاطة به علما بجميع صفاته فالمعرفة النسبية ليست نقيضا للمعرفة المطلقة بل هي جزء من المعرفة التامة وهي كلما زادت كلما اقتربت من وضوح الشيء ومعرفته بشكل تام فمن يغالط ويجعل المعرفة النسبية نقيضا للمعرفة المطلقة يجعل المعرفة التامة بالشيء نقيضا للمعرفة بشيء منه والصواب أن الجزء من المعرفة لا يناقضها كلها بل هو مندرج فيها فهو فرض من عموم الكل إلا أنه نقيض للكل على أن شحرورا يقول نحن نسبيون وذلك ليجعل الأفهام نسبية محتملة كنقيض للمعرفة المطلقة فيقول التنزيل الحكيم مطلق في ذاته لكنه نسبي لقارئه لأن نسبيته تتبع تطور نظم المعرفة وأداواتها لدى الإنسان ويتنكر بذلك لكل أفهام السابقين للقرآن بحجة أنه مطلق وهم نسبيون ولكن ألم يقل إن الوجود الكوني هو عين كلام الله فعلى هذا نحن مطلقون بما أننا موجودون فعنده نحن أيضا كلام الله بل هو نفسه قال الله حقيقة موضوعية مطلقة موجودة في ذاتها وإن الموجودات حقيقة مطلقة موجودة بغيرها ومتعلقة به فعلى هذا فنحن أيضا مطلقون إن كنا موجودين حقيقة عنده فأين النسبية أصلا التي يتحدث عنها ليسمح لنفسه بتجاوزها ومع أن كلامه من جنس كلام ابن عربي فإن شحرورا يزعم أنه يخالفه فيقول عن ابن عربي إنه حول الإسلام إلى مهزلة حين قال فما عبد غير الله في كل معبود فهذا الرجل إما أنه لا يذر ما يخرج من رأسه أو أنه يتجاهل ما يقوله فأي شيء في كلامه إلا هذا المعنى الذي يصرح أنه يخالفه فإن كان الوجود الموضوعي هو الوجود الإلهي فمن عبد الوجود فقد عبد الله وهل الأصنام إلا شيء موجود خارج الذهن فهي إذا من الوجود الإلهي عنده فمن عبدها عبد الله ولكنه يتجاهل هذا تماما ويتحدث عن بعدها عن المهازل ومع هذه الارتجالية التي يلفقها شحرور من مدارس شتى يحاول أن يخرج بقواعد يلبس بها على القارئ ليصور له أنه دقيق فيقول للدقة وجب علينا أن لا نطلق عبارة قال الله على الأحكام ولكن نقول أمرنا الله بالصلاة ونقول أمرنا الله بالصوم ونقول أمرنا الله تعالى بصلاة الجمعة في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ولا نقول قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فإذا قلنا قال الله صلوا وكان هناك أناس لا يصلون فهذا يعني أن قوله غير ناف وهذا يناقض قانون قوله الحق هذا إذا أردنا أن نتقيد بالمصطلح القرآني البحث فهو يقول هنا إنه لا يصح القول بأن الله قال صلوا لأن بعض الناس لا يصلون فالكلام عنده هو الموجود والله لا يقول إلا ما هو موجود إذ كل ما هو موجود هو كلام الله ولكنه شحرور ينسى هذا ليقول الجهاد في سبيل الله هو الدفاع عن الحرية الإنسانية التي هي كلمة الله التي سبقت لكل أهل الأرض وهو جهاد مقدس مختلف الأوجه ابتداء من الكلمة وانتهاء بالقتال وهو نابع عن عقيدة فردية يعبر من خلالها الإنسان عن التزامه بحريته وحرصه على الحفاظ عليها وعلى الدفاع عنها عن حريات الآخرين في حال تعرضها للانتهاك والتعدي من دعاة الطغيان والجبروت وكأنه يقول هنا فهذا يعني أن قوله غير نافذ وهذا يناقض قانون قوله الحق فإذا كانت الحرية هي كلمة الله فهذا يفترض فيه على قاعدة شحرور أن يكون كل البشر أحرارا في الواقع أليس يرفض أن يقول قال الله صل لأن بعض الناس لا يصلون ولكنه يقول عن الحرية بأنها كلمة الله لأهل الأرض جميعا مع تسليمه بأن بعضهم لا يحصل عليها بسبب التعدي وهذا يعني أن الجبابرة والطغاة يمنعون الله من كلامه ثم أليس الطغاة موجودين فهذا يعني أنهم من كلام الله فكلام الله يحارب كلام الله الحرية والطغيان فهذا الرجل يفقد أدنى اتصاق بل كأن كلماته جمعت من مؤتمر لمختلف الأديان والدول المتناقضة حد التنازع ثم زجت جميعا في كتاب وبعدها يقال هذا هو الدين وهذه المنهجية الجديدة وهذه القراءة التي يجب أن يعض عليها المسلمون بالنواجد بخلاف الأصول وضوابط اللغة والشريعة فالتمسك بها بنظره عبادة للتراث ولا يكتفي شحرور بأن ينسب هذه الآراء إلى نفسه بل يقول نحن المسلمين نعتقد بوجود حقيقي لله وبوجود حقيقي لكلماته التي هي عين الموجودات وكلاهما خارج الوعي الإنساني فإما أنه لا يعتبر غيره من المسلمين فهم كفار ولذا يتحدث باسم من يعتبرهم مسلمين وهم من يوافق على كلامه وإما أنه يكذب فينسب إلى المسلمين اعتقاد أن كلام الله هو عين الموجودات أي هو الشمس والقمر والقاذورات والشياطين والنجاسات فليس هذا اعتقاد المسلمين فأئمة أهل السنة يعتقدون أن كلام الله تكلم الله به بنفسه تكلم به باختياره وقدرته ليس مخلوقا بائنا عنه بل هو قائم بذاته أي بذات الله وهو الذي قامت عليه أدلة المعقول والمنقول وليس هذا موضع بصد المسألة ويمكن مراجعة ما سطره ابن تيمية في كتابه التسعينية فيها وعند الأشعرية كلام الله هو صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى وبنحوهم ذهبت الماطريدية وعند المعتزلة كلام الله عز وجل من جنس الكلام المعقول في الشاهد وهو حروف منظومة وأصوات مقطعة إلا أنهم قالوا إنه عرض يخلقه في غيره وبنحوهم ذهبت الإمامية الاثنى عشرية إلا أنها منعت وصفه بالمخلوق حتى لا يقصد به أنه منحول وبنحو المعتزلة ذهبت الزيدية أيضا أما الإباضية فذهب قوم إلى إثبات الكلام النفسي على أنه صفة ذاتية لله على نحو ما ذهبت إليه الأشعرية وخالف الأشعرية حيث لم يسموه قرآنا ومن لم يثبتها منهم فقد ذهب نحو مذهب المعتزلة وحتى أهل وحدة الوجود لم يزعموا أن الموجودات كلام الله بل زعموا أن كل كلام الله ومع أنه قول من أبطل الباطل إلا أنه يظهر أن شحرورا يكذب فحسب فليس عند المسلمين بطوائفهم المحق منها والمبطل أن عين الموجودات هي كلام الله فهو يكذب في نسبته هذا إليهم وهذا الرجل يبتكر كلاما من عنده وينسبه إلى غيره كيفما اتفق فقد قال الوجود عين كلام الله وهو مخلوق وغير قديم لنناقش الآن هل القرآن مخلوق أم أزلي لقد سبق للفكر المعتزلي أن طرح هذا السؤال والموقف من هذا الطرح بأنه مخلوق أم أزلي له عكاسات أيديولوجية خطيرة على بنية الدولة والمجتمع والحرية الإنسانية أولا لقد قال المعتزلة بخلق القرآن وأعتقد بأنهم يقصدون القرآن بمفهومه الذي طرحته في كتاب هذا وكانوا لا يقصدون الكتاب كله أي أنهم يقصدون المتشابه ولا يقصدون محكم التنزيل حيث أن القرآن جعل عربيا وأنزل عربيا أما أم الكتاب فقد أنزلت عربية فقط دون جعل فانظر إلى ذا الحشوي إذ ينسب إلى المعتزلة قولا لأنه يعتقد أن هذا قولهم وكان بإمكانه أن يرجع إلى كتبهم فيعرف ماذا يقصدون قبل أن ينسب إليهم اعتقاده وما نسبه إليهم محض كاذب عليهم في التفصيل الحادث الذي قال به شحرور فعنده القرآن هو مجموع الآيات المتشابهات والقرآن عند المعتزلة يشتمل المحكمة والمتشابه كغيرهم من المسلمين وهم مثل غيرهم يقولون بأن ما بين دفتي المصحف هو القرآن وأنه كلام الله أما قوله بأن الكلام هو الوجود فقد سبق الحديث عنه وأنه مصادم لمعتقد المسلمين على اختلاف فرقهم وقد سبق الحديث أن البشر من الموجودات التي يزعم شحرور أنها كلمات الله ومع ذلك يختلفون بل يتقاتلون وزعم أن الحرية كلمة الله فلا بد عنده أنها نافذة فلما إذن يفقدها بعض البشر يتبين هذا موقفه من قدرة الله عز وجل موقفه من قدرة الله يقول شحرور الحركة والسكون معا وبشكل مطلق ومتكافئ تكون بإرادة الله وليس حركة عمر وسكون زيد فإذا تحرك عمر وسكن زيد فقد اختار عمر الحركة بنفسه واختار زيد السكون بنفسه وعليه يكون الثواب والعقاب والمسؤولية فيتضح هنا تناقضه مع قوله فيما مضى أن الوجود هو كلام الله وكلام الله ينفذ لا محالة فهنا أضحت الحركة المعينة والسكون المعين ليس بإرادة الله وقدرته بل إن إرادة الله تكون في تكافؤها وتأتي إرادة غيره لترجيح وجودها وهذا يناقض الإيمان بقدرة الله الشاملة بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ويوضح شحرور مذهبه فيقول هل قضى الله سلفا أن يحكم هتلر ألمانيا ويسبب كوارث الحرب العالمية الثانية وهل حكم المستبدين والطغاة من قضاء الله والجواب كلا لأنها لم تخضع لقوله كن فيكون فهذا الرجل لا يدري أن ما يستدل به حجة عليه إذ إن الحرب العالمية كانت فبأي شيء كانت لولا خلق الله لها أم هي وجدت بكل ما حوته من قتل وقتال وضرب اليابان بالقنابل الذرية دون أن يخلقها الله فمن خلقها إذن فإن كان كل هذا من خلق غيره فقد قال بوجود خالقين وإن قصد أن الله لم يقضي بتلك الحرب فهل فاجأه أمرها فإن قصد أنه أراد منعها أتراه عجز عن هذا وهذا الرجل الذي يزعم أنه يحتج بالقرآن يغفل عن قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير فهو يحتج بالمصائب بالحرب والطغاة والله يقول بأن ذلك كله في كتاب قبل أن يكون لكن شحرورا يزعم أن حركة تصحيح عقيدة المسلمين التي يريدها في هذا الباب تتلخص في قوله بأن الله لم يكتب الشقاء والسعادة والغنى والفقر وطول العمر وقصاره على أحد أبدا منذ الأزل مع أن الله عز وجل يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لكن شحرورا يقول ما يقع من ظلم وضطهاد ليس مكتوبا منذ الأزل وأن الظلم يضطهدنا ويستعمرنا قد فعل ذلك بإرادة شخصية منه وأن الظلم والعدل متكافئان في علم الله تماما وهذا الخلط الذي يقع فيه شحرور بأن القضاء يلازمه أن الله محب لما هو واقع كان حجة قديمة لقوم اختلطت عليهم المسألة يقول ابن القيم وأصل ذلك كله هو الفرق بين محبة الله ورضاه ومشيئته وإرادته الكونية وأن من شأ الضلال في هذا الباب من التسوية بينهما أو اعتقاد تلازمهما فسوى بينهما الجبرية والقضرية وقالوا المشيئة والمحبة سواء أو متلازمان والصحيح التفرق ما فرق الله بينه وهو المشيئة والمحبة فليس شيئا واحدا ولا هما متلازمين بل قد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه فالأول كمشيئته لوجود إبليس وجنوده ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه والثاني كمحبته إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين ولو شاء الله لوجد كله وكان جميعه فإنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فالله أمر عباده بطاعة ونهاهم عن المعصية ولا يرضى لعباده الكفر والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم وللعبادة قدرة على أعمالهم وإرادة والله خلقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم وقد نظر أبو إسحاق الأسفاريني القاضي عبدالجبار المعتزلي فقال عبدالجبار في ابتداء جلوسه للمناظرة سبحان من تنزه عن الفحشاء فقال الأستاذ مجيبا سبحان من لا يقع في ملكه ما لا يشاء فقال عبدالجبار أفيشاء ربنا أن يعصى فقال الأستاذ أيعصى الله قهرا ومع ذلك فلا يتصق شحرور مع مذهبه فهو القائل الحركة والسكون معا وبشكل مطلق ومتكافئ تكون بإرادة الله ومع ذلك يقول إن أصبت فمن الله وفضله وإن أخطأت فمن نفسي فإن كان الإثنان متماثلين صوابه وخطأه في إرادة الله وعلمه فمن أين له أن ينسب الأولى إلى الله وما معنى توفيقه وهو لم يخلق فعله ولا له سلطان عليه فيه ثم إن هذا الرجل لما كان التلفيق دأبه للا اتصاق مع مذهب فلسفي فإنه يقرر هنا أن يتعامل مع الإرادة بطريقة مثالية مع أنه انحاز مرة إلى الحل المادي في الفلسفة فقرر أن المادة تسبق الوعي وأن العقل ينتجه الدماغ وتطور العقل يتابع تطور الدماغ فعلى هذا يفترض أن يتصق مع الحل المادي بجعل الإرادة الإنسانية تابعة للمادة لا أنها مطلقة كما هو شأن المثالية فإن كانت تعود إلى وجود مادي مخلوق فهي مخلوقة وإلا فهو نفسه ينقض الحيازه إلى الخيار المادي ويرتمي في أحضان المثالية التي يزعم رفضه لها وقد قال كثير من آئمة السلف ناظروا القذرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه فقد كفروا يريدون أن من أنكر العلم القديم الصابق بأفعال العباد وأن الله تعالى قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه فما الذي يسلمه شحرور من علم الله بالغيب بل ما موقفه من علم الله بالموجودات موقفه من علم الله يقول شحرور علم الله هو علم بكافة الإحتمالات قبل وقوع الحذف ولكنه ليس علما حتميا بأي خيار أو احتمال سيتخذه زيد أو عمر فالأمر شبيه بمن يقول أنا أعلم الغيب فتقول له أعطنا مثالا على علمك به فيقول أنت غدا إما أنك ستعيش أو إنك ستموت خياران لا ثالث لهما بهذه الصورة يتصور شحرور علم الله للغيب هو مجرد علم بالإحتمالات ولذا فإنه يقول بأن علم الله كلي أي بالكليات يقول شحرور علم الله هو أرقى أنواع علوم التجريد وأرقى أنواع علوم التجريد هو الرياضيات فإن علم الله بالأشياء علم رياضي بحت فليس في علم الله تفاحة صفراء وأخرى حمراء ولكنها موجودة في علمه كلها على شكل علاقات رياضية عددية أما قوله بأن علمه تعالى على شكل علاقات رياضية عددية البحت فكأنه يريد أن يقرب تصوره للإله إلى الهندسة التي يحمل شهادة تخصص فيها ليسهل عليه بعدها الحديث في الله وصفاته كما شاء وتصوره هذا أقرب إلى تصور الماسونيين للإله على أنه المهندس الأعظم للكون منه إلى القرآن فما قاله معناه نفي علم الله بالجزئيات وانحصار علمه في الكليات وهذا لازمه أن الله لم يخلق الجزئيات في الحقيقة فكيف سيخلق ما لا يعلمه وكيف يكون في ملكه ما لا يعلم بوجوده وما قاله شحرور يناقض ما جاء في كتاب الله بأنه يعلم كل شيء فانظر إلى قول شحرور فليس في علم الله تفاحة صفراء وأخرى حمراء وقارنه بقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فعند شحرور ما عرف الله من بيض وجهه ممن سود وجهه وفي القرآن قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين وعند شحرور لا يعلم هل هي صفراء أم حمراء فهذا الرجل الذي حارب أفهام سلف الأمة من علماء في الفقه والأصول واللغة وزعم متبجحا أن تفسيره تابع للعلوم المعاصرة فقال فهمنا للتنزيل الحكيم خضع لمعارفنا وعلومنا الحالية ومن أجل ذلك كله آمنا ولا نزال نؤمن بمنطلقنا هو في الحقيقة تابع في هذه المسألة إلى قول قديم ترجع جذوره إلى ما قبل الإسلام بل قبل جاهلية المشركين الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حينها وذلك بتحاكم شحرور إلى ما قاله أريستو في القرن الرابع قبل الميلاد فقد قال أريستو بأن المحرك الأول أو الله عنده يحرك من غير أن يتحرك فهو عنده أزلي غير متحرك مباين للمحسوسات والحركة المنفية عنه تشمل النقلة والاستحالة والنقصان والزيادة وقد نفى أريستو أن يكون هذا المحرك يعلم غير نفسه فهو يعلم نفسه فقط وتلك هي الفضيلة لهذا المحرك وبناء على هذا الوضع يصبح إسناد معرفة الجزئيات إلى الله عثيرا جدا وتابعه في هذه الجزئية بعض الفلاسفة كابن سينا فقال بعبارته التي هي مجرد إشارات وتنبيهات واجب الوجود يجب أن لا يكون علمه بالجزئيات علما زمانيا حتى يدخل فيه الآن والماضي والمستقبل فيعرض لصفة ذاته أن تتغير بل يجب أن يكون علمه بالجزئيات على الوجه المقدس العالي عن الزمان والدهر وهو يريد التفرقة بين إدراك الجزئيات على وجه كلي لا يمكن أن يتغير وبين إدراكها على وجه جزئي يتغير بتغيرها ولما كان الأول عنده مثل أريستو لا يتحرك بما يشمل أن يتغير فعلمه بالجزئيات منفي عنه على وجه التغير فبقي العلم بالكلي وذلك متسق مع قول أريستو أما العلم فإنما هو العلم لشيء كلي أو علمه جزئي بشرط أن لا يتغير هذا الجزئي ومعناه أن يكون الجزئي أزليا على أي حال قد أسهب العلماء في الرد على هذا القول قديما وبيّنوا زيفه وليس هذا موضع بسط المسألة ولما رد الغزالي على القائلين بهذا القول وبعد أن أسهب بالردود العقلية قال عن هذه المسألة وهي أن الله لا يحيط علمه بالجزئيات الحادثة في الأشخاص قال لا تلائم الإسلام بوجه ومعتقدها كذب الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وقد وقع تخليط قديم للجهمية في مسألة علم الله بالغيب فقال عن مذهبهم عثمان بن سعيد الضارمي إحاطة علم الله بالأشياء عندهم لا أن يكون علم بشيء منها في نفسه قبل كينونته فتبارك الله رب العالمين وتعالى عما يصفون هذا هو الرد لكتاب الله والجحود لآيات الله وصاحب هذا المذهب يخرجه مذهبه إلى مذهب الزندقة حتى لا يؤمن بيوم الحساب لأن الذي لا يقر بالعلم السابق بالأشياء قبل أن تكون يلزم من مذهبه أن لا يؤمن بالحساب وبقيام الساعة والبعث والتواب والعقاب لأن العبادة إنما لزمهم الإيمان بها لإخبار الله بأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنه محاسبهم يوم الحساب مثيبهم ومعاقبهم فإذا كان الله بزعمهم لا يعلم الشيء حتى يكون كيف علم في مذهبهم بقيام الساعة والبعث ولم تقم الساعة بعد ولا تقوم إلا بعد فناء الخلق وارتفاع الدنيا فهذا الرجل الذي يزعم أن فهمه خاضع للعلوم الحالية هو مرتكس في أبعد الأقوال من حيث التاريخ وحتى التقدمية فقد تعرض أريستو للنقد المرير فيما بعد وكان الخروج عن المدرسة المعتمدة عليه أحد أعمدة بداية التقدم في المعرفة والعلوم وقد خصص بيكون في كتابه الأورغانون الجديد لنقد أريستو بل لا يصل بيكون إلى بعض ما سطره ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين على أن شحرورا يريد أن يأتي بشيء جديد بأمر لم يقل به حتى أريستو فماذا سيصنع هنا؟ هل سيظل متقيدا بكلام أريستو ويقول بأن الله لا يعلم إلا ذاته فقط؟ لا، فما الجديد وقتها؟ يقول شحرور لا نستطيع أبدا أن نقول إن الله يعي ذاته وإلا لازم أن يصبح وعيه أرقى من ذاته ومسيطرا عليها فهنا يفوق أريستو فيجعل الله لا يعلم نفسه ويستعمل شحرور كلمة وعي هنا بدل علم وهو الذي يتحذق بالتشديد على أن نتقيد بالمصطلح القرآني البحث فالله عنده لا يعلم ذاته فكيف وقتها سيعلم غيره؟ وقد قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب فالله عند شحرور لا يعلم نفسه بل وعلمه كلي على شكل علاقات رياضية بحثة فكيف سيعلم ما في أنفس عباده؟ فما معنى ما قاله عيسى بن مريم هنا إن كان الله لا يعلم نفسه ولا ما في نفس غيره وهذا الموقف الذي التزمه شحرور لا ينقذه من مشكلة سبق الحديث عنها تتمثل في أنه يرجع الوعي الإنساني إلى أساس مادي فعليه أن يلتزم هذا بالإرادة الإنسانية ويرجعها إلى أساس مادي إن أراد الاتصاق الفلسفي ووقتها ستظل أفعال العباد مخلوقة ومقدرة من الله ما دامت هناك مادة خلقها الله وهو هنا التزم نفي علم الله المسبق بها على وجهها كما ستحصل لا على وجه الاحتمال والمعرفة الكلية ووصل به الأمر إلى نفي علم الله بذاته هو لكن كيف سيخرج عن حتمية المادة؟ هذا يتبين من موقفه من الحلول أي حلول الله في خلقه موقفه من حلول الله في خلقه تنضح سطور شحرور بالعديد من الألفاظ الإصلاحية محاكاة منه للكتابات الفلسفية إلا أنها عند تحقيق ما فيها من معاني لا تحوي أي مذهب فلسفي متسق ولا جديد فيما يلفقه متى علم أصله وهو كما قيل يعكر مياهه لكي يبدو عميقا فمما يقوله في بيان موقفه من مسألة الحلول يقول الله كينونة فقط نعتبر أن السيرورة والسيرورة صادرة عنه وليست جزءا منه وهذا ما ينفي الحلول ووحدة الوجود ولما كانت السيرورة والسيرورة لا تكون دون كينونة فنحن لا نفهم ولا نستطيع أن نفهم أي شيء عن الله إلا من خلال هذا الوجود انتهى فهو هنا يتحدث بطريقة تحاكي هيكل لكنها في تثبيت مقولة أريستو الذي حاول هيكل الخروج من عباءته وبعد حذف الحشو وحذقة الألفاظ لن تخرج مما قاله هنا سوى فكرة المحرك الذي لا يتحرك التي قالها أريستو على أي حال فما يهمنا هنا هو موقفه من وحدة الوجود فقد نفاها بهذه السطور فهل يتصق مع هذا القول يقول شحرور الروح هي العقل الذي يعقل به الإنسان الأشياء والأحداث الروح تمثل الوجود المدرك الواعي الإنساني للبشر والمعرفة والتشريع هي نتاج الروح وجاءت من الله مباشرة فما معنى أنها جاءت من الله مباشرة عنده يشرح هذا بقوله الروح هي إزالة التناقض والربط بين المجرد وهي سبب المعرفة والتشريع وسبب الخلافة وهي من الله مباشرة لأنها من صفات الله فهذا يعني أن الروح الإنسانية من صفات الله عز وجل ويستمر شحرور في هذا القول يجب علينا أن لا ننسى أن الإنسان خليفة الله في الأرض وأنه يوجد في الإنسان وليس في الكائنات الحية الأخرى شيء من ذات الله وهو الروح وبهذا أصبح خليفة الله في الأرض واكتسب المعارفة وأصبح قادرا على المعرفة والتشريع وبهذا يكون الإنسان عنده فيه شيء من ذات الله وهذا هو الحلول الذي زعم أنه منفي عنده فالإنسان إله بهذا المفهوم فهذا الرجل الذي يقول صوت العقل يجب أن يعلو دائما على صوت الجهل ماذا أبقى للعقل هنا بأن يعتقد أن في الإنسان شيء من ذات الله وهل عنده مفر إلا أن يقول كما قالت النصارى في التجسد هذه الأسرار لا يستطيع أن يدركها عقل بشري ولذا يسر شحرور على أن هناك أمرا مشتركا بين الله والإنسان وهو الروح لذا لا يجد غضادة في أن يقول الله حسب التنزيل الحكيم حقق ذاته بنفخه الروح ورأى ذاته مجازيا في الإنسان فهذا الرجل يتحدث عن الله كأنه يتحدث عن شخص محبط يدمن برامج التنمية البشرية وبعدها صنع إنجازا جعله يحكم بأنه حقق ذاته وبعد هذا يقال حسب التنزيل الحكيم هذا الرجل يفترض أنه يتحدث عن الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما القائل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد ولا يتوقف شحرور عند هذه الصور التي يقول إنها مجازية بل يقول الإنسان الذي هو الإله الصغير بالمعنى المجازي فماذا أبقى من مجاز تأليهه للإنسان وهو الذي زعم أن فيه شيئا من ذات الله وهو الروح التي هي مشتركة بينهما بزعمه ولذلك لكي يقول ها قد خرجت عن حتمية المادة وجعلت حرية الإنسان قائمة على سند فإنه اشتراكه مع الله في صفة من صفاته هذه الصفة مسؤولة عن التشريع وبالتالي كل ما سيشرعه البشر هو تشريع إلهي أليس البشر مشتركين مع الله في صفاته بل بعبارته شيء من ذاته وبماد يختلف قوله عن حجة زنادقة النصارى وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاء وهو روح غائبة عن الأبصار وهو يجعل الروح بهذا المعنى مشتركة مع البشر لا أنها خاصة في عيسى بن مريم أو في بعض البشر وما حسبه حلا فلسفيا لمشكلة حتمية المادة لينقذ منها حرية الإرادة أورده مسلكا يوصله إلى أشد صور الجبرية فإن كان في الإنسان صفة من صفات الله وهي المسؤولة عن تشريع الإنسان فهذا يعني أن الإنسان لا يشرع بل الله من يفعل هذا من فلاله فكما أن الروح من صفات الله فما صدر عنها هو صادر عن الله وبهذا تضحى كافة التشريعات مهما كانت ظالمة ومهما كانت منتقصة من حقوق الخلق هي تشريعات إلهية فأي جبرية أكبر من هذه؟ وأين هي مسؤولية الإنسان الأخلاقية إن كان الله يفعل من خلاله بصفة حلت فيه؟ فهذا ما قالته بالجبرية بنفي الفعل حقيقة من العبد وإضافته إلى الرب فعند رأسهم جهم ابن صفوان لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده فشحرور لم يكتفي بنسبة فعل الإنسان إلى الله بل جعله تابعا لشيء من ذات الله فروح البشر عنده ما هي إلا صفة من صفات الله فأين حرية الإنسان حينئذ؟ وإن كانت إرادة البشر من روح الإنسان التي هي صفة من صفات الله وشيء من ذات الله بتعبير شحرور فما معنى أن يأمره وينهاه؟ فعلى هذا فإن الله ما أمر ولا نهى إلا صفة من صفاته وشيء من ذاته وهل هذا إلا مثل قول الحلاج ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء فهذه هي العقيدة التي يريد أن يصحح بها شحرور عقيدة المسلمين بأن يعتقدوا أن وجود الله عار عن دليل وأن الإيمان ليس موقفا علميا وأن يشكوا في وجود الله في حين عليهم أن يصدقوا أن كتب شحرور امتازت بقواعد علمية أن يعتقدوا أن الله لا يعلم الجزئيات الحادثة ولا الغيب إلا على وجه الإحتمال وأنه لم يقدر ولم يكتب ما سيحدث بل أن يؤمن أن في البشر شيئا من ذات الله وصفة من صفاته وأن الله حقق ذاته بخلقه البشر وأن كل الوجود هو كلمات الله وأن الوجود الخارجي هو الوجود الإلهي فيقال له فلما تؤمن بالله وقد زعمت أنه مسلمة دون دليل ولم تدعوه وقد زعمت أنه يجهل الجزئيات الحادثة ولا يعلمها إلا على شكل احتمالات ولم تزعم أنه خالق وفي الكون ما لا يعلمه ولا شاء بل وفي الخلق شيء من ذاته فهذا الرجل الذي زعم أن الفقهاء شاركوا الله في الألوهية يتجاهل نفسه تماما وهو يزعم أن في البشر شيئا من ذاته وهو صفة من صفاته وهذا الرجل الذي يفتري على غيره فيقول المنظومة التراثية في كتب الفقه التي تجعل الرسول صلى الله عليه وسلم شريكا لله في ألوهيته يتناسى كلامه القائل هناك أمر مشترك بين الله والإنسان وهو الروح فها هو يزعم أن الإنسان شريك لله في أمر مشترك وهو الروح وهي شيء من ذاته كما قال فالبشر يشاركون الله في ذاته عنده فالإنسان حر في اختياره لوجود مشترك بين الله والإنسان وهو الروح وبعد هذا له عين يجحظ بها إلى غيره ليقول الفقهاء المتقولون على الله ولا حاجة هنا للإسهاب في بيان مناقبة الحلول لعقائد الإسلام جملة وتفصيلا وحتى لا يقول شحرور إن هذا الكلام لا يلزمني ولي عليه تأويلات أو قراءة معاصرة بزعمه فإن من حاكمه إلى قانونه ما ظلمه يقول شحرور تحت عنوان شرك التجسيد لا يغتفر رجعنا إلى التنزيل الحكيم لنجده فعلا يتحدث عن نوع من أنواع الشرك وبتعريف دقيق جدا هو شرك التجسيد بإعطاء الله بعدا زمانيا ومكانيا ماديا محددا أليس يقصد في هذا قول من قال يوجد في الإنسان شيء من ذات الله فإما أنه يلقي حمولته الذهنية التي يستنسخها دون أن يفهم منها ما تحويه ولذا يقع كل مرة في تناقض يلقض فيه في موضع ما قاله في آخر وإما أنه مغرم بنفسه حد الثمالة ليجعلها متعالية عن المراجعة حتى الذاتية منها وبعدها يصيح على غيره بأنهم متناقضون متقولون على الله ولسان حاله يتغنى في نفسه قائلا ويسمج من سواك الفعل عندي فتفعله ويحسن منك ذاك ولا يقال عن هذا اجتهاد فالاجتهاد يدور بين صواب وخطأ لا بين كفر وإيمان لتجده يقرر مرة أن مقولة ما هي كفر ثم ينصرها وهكذا وبعدها يقال منهج جديد وقراءة معاصرة وما ثم إلا بؤس التلفيق فإذا كان هذا حاله في شيء مما قاله في العقائد فكيف به في غيرها وإن كان هذا كلامه في الإيمان بالله وصفاته فكيف به في غير هذا من أركان الإيمان منظومات خفية لا يفترض بالقارئ أن يثق بشكل مبالغ فيه بالمنهجية المعلنة عند كثير من الكتاب كالحديث عن المنهجية اللسانية أو القراءة المعاصرة إذ إن بعضهم يحسب أن هذا فرع تخصصي مع انتشار التخصصات العلمية ويظن أنها بحق لها قواعدها ودوابطها التي تعاقب عليها جهابذة العلوم والنقاد ومع صدمة الحداثة فإن الحديث عن قراءة معاصرة يوقع في نفوس كثير من الناس شيئا من الرهبة أو قل الهالة التي تلف التخصصات الأكاديمية مما يرفعها عن البحث والمراجعة فضلا عن المساءلة والنقل على أن الأمر قد لا يعد أن تكون المنهجية المعلنة ما هي إلا ستار يعمي عينه النقدية من النفاذ إلى ما وراء ذلك الإعلان من منظومات خفية وعند مراجعة ما سطره الكاتب من منهجيته المبتكرة كثيرا ما يجد القارئ أن الكاتب نفسه لا يتحاكم إليها وإن تحاكم فلا تنتج شيئا مفيدا فما هي إلا مجرد شعارات تحمل من العلوم والمعارف استلاحها لا مضمونها وإن جعجعتها هي المنتج الوحيد لسالكها وإن الحاكمة الأصلية لآراء الكاتب هي منظومة خفية لم يفصح عنها في منهجه ولا صرح أنها هي مقصده مع أنها الأشد تأثيرا عليه وقد تحدث شحرور مرارا عن منهجية يسلكها في كتبه وأخصها المباحث اللغوية لكن الواقع أن كتبه حوت منظومات خفية هي الحاكم الأولي في ترجيح ما يصل إليه من آراء على ما اعترى تلك المنظومات من تشويه وعدم وضوح كونه ينقلها عن غير مصادرها الأصلية إن كان يعرف بحق تلك المصادر فتجده أحيانا ينقل عن ويكيبيديا المنصوعة الحرة وأحيانا عن حلقة شاهدها من قناة National Geographic وإن تصديق شحرور في المنهجية التي يعلنها لنفسه مرارا يؤدي إلى عدم القدرة على التنبؤ بما سيقوله وهذا نابع من قصورها في تفسير ما قاله من قبل والواقع أن الرجل لا يحتكم إلى أي إطار منهجي معلن وإنما هو مجرد تلفيق لمنظومات متنوعة يؤدي أخذها بعين الاعتبار إلى تفسير ما يقوله وبالتالي يمكن التنبؤ بما سيقوله متى ما اتسق معها وبالكشف عنها يمكن للقارئ أن يرصد تحاكمه إليها من كتاب إلى آخر من كتبه وعادة ما يجري الحديث عن منظومة واحدة خفية تكون وراء التأويل لنص معين وذلك إن اتسق الكاتب مع نفسه وحرص على عدم التناقض لكننا أمام مجموعة منظومات متنافرة تابعة لغيره وليست من ابتكاره حاول شحرور تمريرها لتحكم معاني الرصوص التي ينقض عليها بالتأويل وقد كفى غيره عناء إثبات أنها أجنبية عن النصوص نفسها باعترافه أنه تخلى عن التراث كاملا وبدأ من الصفر وأن طريقته جديدة معاصرة وتسكاثر الإصطلاحات في سطوره من سيرورة وسيرورة إلى منع الترادف ومنع الحشو والسياق ونحو هذا وهي عند التحقيق مجرد ألفاظ لها وقع رمينها في نفس السامع لا أن لمعانيها أثرا موصرا لمطلوب وهي غلاف لتسويغ المنظومات التي يحتكم إليها بطريقة غير واضحة تلك المنظومات هي جوهر أطروحاته وما يعلنه من لسانيات ونحو هذا مجرد عرض لذا فإن الانشغال بالبحث معه في الباب المعلن هو انشغال بالعرض عن الجوهر وبالهامشي عن الأصلي فيما يحكم سطوره فما هي تلك المنظومات الخفية داروينية وجهمية وغيرها يقول شحرور أما قراءاتنا فتفترض سلفا أن فهم التنزيل الحكيم لا يكون إلا في ضوء العلوم والمعارف المعاصرة وبناء على هذا الاعتقاد قبل الاستدلال فإنه يقول مر البشر بصور مختلفة خلال سيرورة تطوره من شبيه بالقرد يمشي على أربع إلى صورة الإنسان الحالي وبناء عليه فإنه يقسم مراحل تطور الإنسان فهناك بشر مخلوق ترابي طيني من عناصر الأرض وهناك آدمي مخلوق ترابي مستوي عاقل وواعي وأخيرا هناك إنسان وهو ترابي عاقل مكلف يمتلك لغة أداة التفكير والاتصال وعليه فإن آدم يكون قبل الإنسان وبعد البشر وآدم لم يكن شخصا بنظره بل يشرح نظرته إليه فيقول آدم لفظ معبر عن مجموعة بشرية عاشت جنبا إلى جنب مع مجموعات أخرى فنيت لاحقا آدم هو مرحلة وسيطة بين الإنسان والبشر وليس شخصا واحدا وهذا هو سر قوله نوح أول بشر يوحى إليه كان أول اتصار للسماء عن طريق الوحي المباشر لجنس البشر هو نوح عليه السلام وبه بدأ الإنسان الحديث كما يعتقده في منطقة الشرق الأوسط حيث كان يملك لغة مجردة بأبسط صورها فهو لا يعتبر آدم شخصا في حين أن القرآن ذكر آدم على أنه شخص وأن الله كلمه فيكون نبيا وبهذا فإن شحرورا يجحد نبوة آدم عليه السلام قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وهنا يبرز سؤال صادق جلال العظم وهو من أنصار الداروينية لكنه متسق مع نفسه لأمثال شحرور حيث يقول إذا تنازلنا عن اعتقادنا بآدم وحواء لصالح النظرية العلمية حول أصل الإنسان لماذا لا نتنازل عن الاعتقاد بالجنة والنار علما بأن كل المعتقدات جزء لا يتجزأ من كلام الله المنزل ولا يتوقف شحرور عند هذا بل يقول لقد بدأ تاريخ الإنسان بانفصاله عن المملكة الحيوانية وبدأ تاريخ التجريد اللغوي بالانتقال من العلاقة الطبيعية بين الصوت والمدلول إلى العلاقة الإصطلاحية فكان الإنسان قبلها لا يفهم ولما كان عنده الإنسان بعد الآدم فإن آدم كان من المملكة الحيوانية عنده ولما كان نوح يملك لغة مجردة بأبسط صورها كما قال فإن آدم عنده كان لا يفهم إذ هو قبله إذ لم يكن يملك لغة تجريدية وهذا يناقض قوله تعالى عن آدم وزوجه قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغثر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقد جعل شحرور تلك اللغة التجريدية هي الحد الفاصل بين الإنسان والآدمي فالإنسان مكلف بخلاف الآدمي وهذا يناقض قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اشتباه ربه فتاب عليه وهدى فلا وجه لأمره ونهه ولا وجه لمعصية وتوبة إلا من مكلف يفهم الخطاب ويرد الجواب ويبدأ شحرور بشرح نظرته لتطور الأديان فيقول عندما نظر الإنسان إلى ما حوله من ظواهر الطبيعة كالرعد والبرق والمطر والنجوم والرياح وربطها بأحاسيسه الداخلية كالشبع والجوع واللذة والألم والخوف ظهرت الوثنية الطبيعية باعتبار أن ظواهرها آلهة تسيطر على هذه الأحاسيس سلبا أو إيجابا ويتابع ثم مع تطور المجتمعات الإنسانية تطورت اختصاصات الآلهة وأخذت لها أسماء مختلفة كالنجوم ومع تطور وسائل الإنتاج تم تشخيص الآلهة بأشكال مختلفة فهو يعتبر أن الشركة كان أوليا في الإنسان فهو أول ما تفتق عنه وعيه وأول ما وصل إليه استنتاجه أما التوحيد فهو مرحلة متأخرة بعد تطور أفكار الإنسان لذا يصرح بأن الإسلام بدأ بنوح بالتوحيد وعليه فإن آدم لم يكن موحدا وهذا يناقض صريح القرآن وهو الذي دعا ربه واستغفره واجتباه ربه وكان هو وزوجه على التوحيد فشحرور يقلب الأمر تماما ويجعل الشرك أصيلا بخلاف التوحيد فإنه متأخر لكنه افترض سلفا ما يريد ثم انقض على ما ذكره القرآن ليزج فيه آراءه وما قاله مجرد إعادة إنتاج لما قاله داروين في الأديان حيث قال داروين بمجرد أن بدأت الملكات المهمة الخاصة بالتخيل والتعزب والفضول علاوة على بعض القدرة في التفكير في الظهور بشكل جزئي فإن الإنسان من الطبيعي أن يصبح في حاجة ماسة إلى أن يفهم ما الذي يجري حوله وقد كان من شأنه التخمين بشكل مبهم بما يتعلق بوجود الخاص به إلى أن يقول نفس الملكات العالية التي قادت الإنسان في أول الأمر إلى الإيمان بالعوامل الروحية غير المرئية ثم إلى التقديس الأعمى وتعدد المعبودات وفي النهاية إلى الإيمان بإله واحد من شأنها أن تقوده بشكل مؤكد ما دامت قدراته على تقدير الأمور ما زالت ضعيفة إلى خرافات وعادات غريبة مختلفة فداروين يعتبر أن تفكير الإنسان الذي بدأ بالإيمان بالعوامل الروحية تطور إلى فكرة الآلهة المتعددة ثم الإيمان بإله واحد ويعتبر هذا من جنس الخرافات والعادات الغريبة لذا يمكن أن يكرر خرافاته مستقبلا وهنا قد يستشكل البعض كلام داروين هذا ويقول بأن داروين قد اعترف بوجود خالق في كتابه أصل الأنواع حيث قال إن هناك جمالا وجلالا في هذه النظرة عن الحياة بقواها العديدة التي نفخها الخالق لأول مرة في عديد من الصور أو في صورة واحدة ويزول الإشكال حين نعلم أن كتاب نشأت الإنسان وهو الذي أشار إليه داروين في كتابه أصل الأنواع وهو الذي سطر فيه حديثه السابق عن تطور الأديان باعتبارها منتجات ذهنية بشرية من جنس الخرافات والعادات الغريبة صدر بعد 12 عاما من كتابه أصل الأنواع لذا يقول داروين في سيرته مؤمن بوجود الله كان هذا الاقتناع قويا في ذهني بقدر استطاعتي أن أتذكر في الوقت الذي كنت أقوم فيه بكتابة نشأة الأنواع الحية أي أصل الأنواع لكنه أصبح منذ ذلك الوقت يزيد ضعفا بشكل تدريجي جدا مع الكثير من التقلبات لكن الشك إن بثق بعد ذلك فبعدها اعتبر أن الإيمان محض خرافة قد يقول البعض لكنه انتهى لا أدريا لا يؤمن بالله ولا يعني هذا أنه ينكر وجوده فيقال إن اللا أدري يشترك مع منكر وجود الله في عدم إيمانه بالله وعدم اعتبار الإيمان به حقا وإلا لا آمن به هو لكن داروين انتهى أخيرا إلى أن الإيمان مجرد فكرة تم تطويرها عن أفكار أخرى أما هل يوجد خالق للولود أو لا فهو لا يجزم بجواب في هذا ومن هنا كان لا أدريا في هذا الشق فحسب وبالعودة إلى شحرور فإن مفهومه عن التطور مختلط غير متثق فهو يتحدث عن التطور بلغة داروينية وفجأة يقول مع تطور وسائل الإنتاج ويتحول للحديث بلغة قريبة من الماركسية على أن الماركسية والداروينية منظومتان مختلفتان لكنه هنا لفقهما سويا وهذا يظهر أن الرجل لا يتصق على قول ولا مذهب فلسفي معين بل يجمع من هنا وهناك ويصوغ سطوره وكأنها من بنات أفكاره وهو مجرد مجمع دون روية وليس هذا من التأليف في شيء إن تطور الدين تابع عند شحرور لتطور القدرة الذهنية على التجريد لذا فلا غضادة أن يجعل بعض عبادات الإسلام من مخلفات التطور القديم عن الأوثان والأصنام المشخصة فيقول الأوثان والأصنام عندنا مصطلح يدل على ظاهرة عبادة الأشياء والمشخصات ولقد سادت هذه الظاهرة في الفكر الإنساني قبل أن يرتقي هذا الفكر إلى مرتبة التجريد وحين نزلت الرسالة على قلب النبي العربي صلى الله عليه وسلم كان كثير من الناس ما زال تشخيصيا تجسيديا في أعماقه لا يؤمن إلا بما يرى ويسمع ويلمس ومن هنا أجاز الإسلام إبقاء عدد من الشعائر ذات الجانب التشخيصي كالطواف حول الكعبة وتقبيل الحجر الأسود ورمي الحجرات ورمي الجمرات والحج والعمرة فالحج والعمرة هي تشخيصية تجسيدية تم إبقاؤها من مخلفات التطور وإلا فالبشر تجاوزوها بمرتبة التجريد وإنما أبقاها الإسلام فيه كما يزعم شحرور من باب مراعاة كثرة من الناس لم ترتق إلى جانب التجريد فهذا الرجل يجعل بعض شعائر الإسلام وثنية علما بأن المسلمين جميعا لا يعبدون الكعبة ولا الحجر الأسود لكنه يجعلها في باب الأصنام والأوثان عنده ومن منطلق غلوه في الهندسة والرياضيات يزعم أن الإسلام جاء ليرفع البشر من التشخيص إلى التجريد فيقول أخذت الرسالة المحمدية بيد الإنسان لتنقله من التشخيص إلى التجريد ومن عبادة الأشياء إلى عبادة الواحد الأحد المجرد فيقال إن التجريد هو أمر ذهني لا وجود لأي مجرد خارج الذهن بل الأشياء خارج الذهن معينة لكل منها صفاته الخاصة فيأتي الذهن ويجرد فيحذف بعض الصفات ويبقي الآخر فمثلا يجرد من مشاهداته لجمع من الأحصنة مفهوم الحصان فلا يبقي على الصفات الثانوية مثل اللون ونحو هذا ويبقي في ذهنه على صفات أخرى مميزة له عن غيره كالصهيل لكن الحصان في الواقع لا يكون مجردا كحصان دون لون مثلا بل لا يوجد إلا بصفاته الخاصة حتى وإن جرده منها العقل فالواقع ليس تابعا للذهن بل الصحيح هو العكس في المعرفة بأن المعرفة تابعة للواقع وهو نفسه اختار هذا المذهب فقال المعرفة الحقيقية غير الوهمية ليست مجرد صور ذهنية بل تقابلها أشياء في الواقع لأن وجود الأشياء خارج الوعي هو عين حقيقتها وعلى هذا فالتجريد ليس هو عين حقيقة الأشياء في الخارج أي خارج الذهن بل هو مجرد عكاس للموجود في الواقع فالمجردات في العقل مجرد أمور مقدرة في الأذهان ليست موجودة بتجريدها في الأعيان يقول ابن تيمية ما يثبته المشاؤون من الجواهر العقلية كالعقول والنفوس المجردة كالماء والمدة والمثل الأفلاطونية والأعداد المجردة التي يثبتها أو بعضها كثير من المشائين أتباع فيتاغورس وأفلاطون وأاريستو لم يكن لما أثبته من العقليات وجود إلا في الأذهان لا في الأعيان فكيف وشحرور نفسه يقول المعرفة الإنسانية تبدأ بالمشخص الجزئي وتنتهي بالمجرد العقلي فها هو يسلم بأن الوجود خارج الذهن لا يكون إلا معينا وأن التجريد هو أمر عقلي فحين يقول هنا إن الإسلام أراد من الناس الترقي من الشيء إلى التجريد أي إلى عبادة الواحد الأحد المجرد يبرز هنا سؤال هل هذا الإله عند شحرور شيء معين الواقع إن شحرور ينفي أن يكون الله شيئا ولذا جعله نقيضا للأشياء فهناك أشياء وهناك مجرد والإله عنده مجرد بل اعتبر أن الاعتقاد بأن الله شيء من الشرك فقال الشرك الذي لا يغتفر بتحويله إلى شيء وهو ليس كمثله شيء تعالى الله عما يصفون فعند شحرور الله ليس شيئا فهل يوجد خارج الذهن أي في الواقع غير الأشياء يقول شحرور الأشياء هي الموجودات فعلا فعلى هذا فإن المجردات ليست موجودة فعلا إذ الوجود الفعلي عنده هو للأشياء فقط إنما المجردات في الذهن فحسب كالمعادلات الرياضية والتجريدات الهندسية وعلى هذا فليس الله عند شحرور موجودا فعلا لكونه لا يقول إنه شيء ويزعم أنه مجرد على أن ما قاله شحرور يناقض القرآن وقد بوب البخاري بابا في صحيحه فقال باب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فسمى الله نفسه شيئا وأول ما نفى هذا عنه جهم بن صفوان فقال لا أقول إن الله سبحانه شيء فأي معاصرة تلك التي يزعمها شحرور حتى على قانونه يقول ابن القطان وجدنا أن الله سبحانه قد سمى نفسه شيئا في نص كتابه حيث يقول قل أي شيء أكبر شهادة فذل بذلك على أنه شيء وهو إجماع الأمة ولما خالف جهم بعد مضي عصرين من الإسلام وأهل كل عصر مجمعون عليه فجهم محجوج بإجماعهم فشحرور مجرد تابع لجهم في هذا وأن الله شيء عليه إجماع الأمة ثم يأتي شحرور ليزعم أن هذا من الشرك الذي لا يغفره الله فعلى هذا فإن الأمة عند شحرور مشركة وما استدل به من قوله بتحويله إلى شيء وهو ليس كمثله شيء تابع فيه أيضا للجهم ابن صفوان فهو الذي استدل بقوله تعالى ليس كمثله شيء نصرة لما قاله يقول عثمان ابن سعيد الدارمي وقول الجهمية ليس كمثله شيء يعنون أنه لا شيء لأنهم لا يثبتون في الأصل شيئا فكيف المثل؟ وكذلك صفاته ليست عندهم بشيء والدلالة على دعواهم هذه الخرافات والمستحالات التي يحتجون بها في إبطالها واتخذوا ليس كمثله شيء دلسة على الجهال ليروجوا عليهم بها الضلال كلمة حق يبتغى بها باطل ولا إن كان السفهاء في غلط من مذاهبهم إن الفقهاء منهم لعلى يقين وليس في الآية دليل على ما ذهب إليه فهي تنفي أن يكون مماثلا لشيء غيره وليس فيها نفي للشيء عنه والكاف فيها للتأكيد كما قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يُعنى وزائدا لتوكيد ورد يقول ابن عقيل في شرحه للتوكيد وجُعل منه قوله تعالى ليس كمثله شيء أي ليس كمثله شيء فهي نفي للمماثلة لا للشيء وليست هذه أول متابعات شحرور لمقالات الجهمية ولا هي آخرها بحيث إن قراءة الردود على الجهمية تكفي في الرد عليه في كثير مما قاله فما جاء بجديد حتى يقول إن قراءته معاصرة وخذ على سبيل المثال قوله العرش هو أوامر الله ونواهيه وكلامه فيه هنا تابع للجهمية وهي قديمة وقد تكاثرت الردود عليهم وقد تكاثرت الردود عليهم ويكفيك أن تقرأ الرد عليهم لتعلم أن شحرورا ما صنع شيئا يقول ابن قتيبة وطلبوا للعرش معنى غير السرير والعلماء باللغة لا يعرفون للعرش معنى إلا السرير وما عرش من السقوف وأشباهه وبالعودة إلى مسألة التطور عند شحرور أن الإنسان كان عنده على الشرك ثم تطور الأمر إلى التوحيد يقال بأي معنى إذن يقال بأن هناك وحيا من خاره الإنسان فالأمر كله متطور دون أي حاجة لوحي فكما أن إدخال عامل الوحي ليس ضروريا لتفسير التطور من عوامل إعطاء الطبيعة صفة الآله وليس هو ضروريا كذلك لتفسير تعدد الآله وإعطائها أسماء معينة فلن يكون هذا الأمر ضروريا في انتقاله إلى عبادة إله واحد ليقال بعدها بل تطور الأمر إلى توحيد المتعدد في إله واحد بالوحي فوقتها يقال على طريقة لا بلاس فرضية لم أحتج إليها أبدا سيدي ولتوضيح الأمر أكثر فإن البشرية لا تتوقف عند القطاع الوحي وبالتالي فإن تجريدهم لا يتوقف عند مرحلة خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم فهل يعني هذا أن توحيدهم أكمل من توحيد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يقول شحرور إذا نظرنا حولنا اليوم فإننا نجد الإنسانية أحسن حالا مما كانت عليه في مسألة الشرك بالله والكفر به هذا التحسن إلى أي درجة هو يقول الوعي الجمعي عند الناس يتغير من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر فلا يتوهم أحد أنه قادر على رسم هيكل لدولة تخلد في وجه هذه المتغيرات كلها علينا أن نعلم أن مفهوم التوحيد ذاته قد تطور في وعي الناس اليوم إلى الأحسن وأن مفهوم الله المجرد عن التشبيه والمماثلة في أدهان البشرية اليوم أحسن بكثير من السابق بل إنه أحسن من نصر النبوة فالبشرية تتطور وحتى التوحيد مع تطور البشرية يكون أحسن مما سبق حتى من عهد خاتم الأنبياء والمرسلين عند شحرور وعليه فإن الأمر لا يشترط له وحي خارج الإنسان إن كان يعمل بكفاءة بعدم افتراضه وهذا يبين أن نظرة شحرور إلى الوحي والإله على أنها فرضية زائدة في أحسن الأحوال وإلا فإنه يرجع الأمر إلى وعي الناس وبهذا يسلم أنها محض أفكار بشرية لا أن لها وجودا موضوعيا وهذه الفكرة كانت واحدة من أسس الإلحاد عند كثير من الملحدين فهذا إسماعيل أدهم يشرح مسوغات إلحاده بشكل صريح فيقول أصل فكرة الله تطورت عن حالات بدائية وأنها شقت طريقها لعالم التفكير من حالات وهم وخوف وجهل بأسباب الأشياء الطبيعية بماذا يختلف هذا الكلام عما يقرره شحرور يقول شحرور الأصول عند البعض هي الكتاب الحكيم والسنة النبوية وعند البعض الآخر هي الكتاب الحكيم وصحيح السنة وعند بعض ثالث هي الكتاب الحكيم والسنة القولية أو السنة الفعلية ورغم ما في كلامه من حشو فمن قال السنة يقصد بها ما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلا ينسب إليه ما لم تثبت صحة نسبته إليه ولا يوصف بسنته والسنة قولية وفعلية عند الجميع فمن قال السنة لم يقصد أمرا آخر غيرهما لكن هذا لا يهمنا هنا ماذا يقول شحرور عن هذه الأصول الكتب الفقهية صاغها أصحابها طبعا لأدلة شرعية وأصول هذه الأدلة والأصول أيضا نتاج إنساني يحمل الصفة التاريخية فهو يعتبر أن الأدلة الشرعية بما فيها القرآن الكتاب الحكيم نتاج إنساني فحزن لا أن أول الأدلة هو القرآن الكريم من عند إله له وجود حقيقي خارج الذهن البشري أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ومن هنا فإنه يجعل التوحيد الذي كماله التجريد عنده مختلفا بين الأنبياء فيقول شاع التشخيص قبل إبراهيم كان مفهوم الإله المجرد غامضا لا إثم له لعدم اكتمال القدرة العقلية على التجريد عند أهل تلك العصور وعليه فإنه يعتبر أن قدرات الأنبياء العقلية قبل إبراهيم لم تكن مثل الأنبياء من إبراهيم ومن تلاه ويختلف التوحيد بينهم تابعا للقدرة العقلية التي لم تكن كافية لإنتاج فكرة الإله المجرد قبل إبراهيم فتوحيد نوح يختلف عن توحيد إبراهيم والواقع أن تخليط شحرور في هذا الباب شديد وأساسه اعتباره أن الله مجرد مطلق فدار بين ثلاثة لوازم أولا إما أن المجرد معدوم وهو نفسه قال إن قلنا الله عقل محد أصبح الله عدما في ذاته فيقال له كيف حكمت بأن اعتباره عقلا عدم لا يجيب بشيء إلا وهو متوجه عليه في قوله إنه مطلق مجرد فوقتها يكون مجرد وعي وفكر وبالتالي عدم في الواقع ثانيا اعتقاده بالحلول أو وحدة الوجود فلما جعله مطلقا والمطلق لا يوجد إلا في الأذهان ثم أراد إثبات وجوده خارج الذهن رغم أن الوجود الخارجي هو الوجود الإلهي ثالثا تسليمه بأنه عدم في الخارج واعتقاده أنه مجرد وعي في ذهن البشر لذا يتطور بتطور معارفهم التجريدية وبهذا يتفق بأنه لا وجود له خارج الذهن وهو ما يتسق مع اعتقاده بما يقوله داروين وقد تنقل شحرور وتخبط بين هذه الثلاثة دون أن يتصق على مذهب واحد والتحقيق أن الله ليس مجردا مطلقا بل هو معين له وجود موضوعي خارج الأذهان وله صفات الكمال وأنه يسمع ويبسر وأنه فوق العرش بائن من خلقه وهذا ليس مثل الإطلاق والتجريد الذي يتصورونه حتى إنهم ينفون أنه شيء كجهم ابن صفوان ويضحى ما يبثونه من جنس المثل الأفلاطونية وهي تجريدات ذهنية لا وجود لها خارج الذهم واعتباره أن التوحيد اليوم أحسن من عصر النبوة لتطور قدرة البشر على التجريد فيه شابه بما قاله جهم ابن صفوان في الإيمان فإن كان التجريد معرفة فإن شحرور يجعل الإيمان معرفة مثل جهم الذي قال الإيمان هو المعرفة بالله فقط فأين هي المعاصرة البزعومة وتبرز هنا مسألة هي إن كان التجريد معرفة وإن كان الإيمان عنده تابع للتجريد فعلى هذا لا يشترط أن يكون المرء مسلما حتى يكون على حق في دينه فبدل أن يعبد الله بالتوحيد يكفي منه التجريد ومع استصحاب قول شحرور بأن في الإنسان شيئا من ذات الله يقال ما هي نظرة شحرور لمسألة الملل الأخرى يقول مجال الحرية الدينية مفتوح للجميع وكل إنسان من حقه أن يتبع الملة الدينية التي يريد لأن كل الملل الدينية من الإسلام فهنا تضحى كل الملل واحدة بل كلها من الإسلام وبهذا يقول الدين بكل ملله هو ما دان به الإنسان من أحكام مدنية وأخلاقية تتجلى بالإحسان عكاسا على الفرد والمجتمع وهذا هو معنى الإسلام فيضحى الإسلام أي ملة كانت إلى آخره أهم شيء أن يكون عنده أخلاق وأحكام مدنية هذا الرجل الذي وصف ابن عربي بأنه حول الإسلام إلى مهزلة حين قال فما عبد غير الله في كل معبود ماذا يقول هنا سوى عين هذا القول فياليت شعري إن لم يكن هذا هو التناقض والتلفيق فما في الدنيا تلفيق ولا تناقض فهل يمكن التعبير عن قول شحرور بأفضل من أبيات بن عربي القائلة لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن وكلامه ظاهر التهافت فإن كانت الملل كلها حقا فإن بعضها يقول بأن غير ملته على باطل فعلى هذا يكون كلامه حقا أيضا في إبطال الأديان الأخرى وهو نقض القول السابق وقد قالوا مثل هذا في مسألة تصحيح كل اجتهاد مطلقا يقول الصفدي ومن قال إن كل مجتهد مصيب مطلقا فلا حجة معه بدليل قوله كل مجتهد مصيب وهذا البحث فيه دقة لأنه يأخذ حجة خصمه فيجعلها دليلا على مطلوبه فيقول بعين ما قلت يلزمك ما أقول إذا أنت أثبت أن كل من اجتهد أصاب وأنا قد اجتهدت فأدى اجتهادي إلى أن كل مجتهد لم يصب فإذا كان هذا القول في ملة واحدة في مسائل الاجتهاد متهافة فكيف بأصول الدين وسناقضها فالنصرانية تزعم أن المسيح إله ومن لم يؤمن به فقد حرم الخلاص الأبدي والإسلام يقول من زعم أن المسيح إله لم يكن مؤمنا بالله عز وجل حتى يعتقد بأنه عبد مخلوق لله قد كرمه الله بالرسالة فإن كان الجميع على حق فهذا يعني صدق قول المسلم في النصراني وصدق قول النصراني في المسلم فيجتمع في الواحد أنه مؤمن وكافر ويلزم منه صدق قولهما في المسيح فيكون عبدا ليس ربا ويكون أيضا إلها ويكون أيضا إلها وليس مخلوقا وهذه هي الصفصة وفي حين كان شحرور يوسع الدائرة ليشمل الملل المختلفة كانت نار غيظه تستعر على أهل الإسلام بأن يجعل كبار علمائه قد أشركوا الرسول مع الله في الإلهية كما زعم وأنهم تقولوا على الله ونحو هذا أما الداروينية التي انتصر لها وكأنها العلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وتأول لأجلها الآيات فينبغي هنا فضح خرافة تنتشر بين كثير من المنتسبين إليها وكأنهم كاثوليك أكثر من البابا وهي أن نظرية داروين لم تعد بصورتها الأولى وأن العلم تجاوز كتابات داروين نفسه وأن النظر في كتبه أضحى محظى نظر في تاريخ تطور العلوم إذ حصل تطوير كبير عليها فيما بعد بحيث لم يبقى لداروين فيها سوى الإسم وتم سد ثغارات النظرية تماما فيقال بأن هذا غير صحيح إذ إن النظرية كما نص عليها داروين مسيطرة حتى إن ريتشارد دوكنز أحد أشهر علماء الأحياء من أنصارها في العصر الحديث يقول بأن داروين حل لغز وجودنا في نظريته وأن إضافات من بعده كانت مجرد ملاحظات هامشية وعلى هذا تتهافت الخرافة القائلة بأن أي نقد يوجه إلى نظرية داروين كما صورها هو لا تتوجه إلى نظريته اليوم فهو الذي شيد أعمدة النظرية ومن بعده لم يضيف سوى ملاحظات جزئية فحسب أما شيوع الحديث عن نظرية داروين بأنها علمية فهذا ليس حجة وهو ما رد عليه داروين نفسه فقال المثل القديم القائل بأن كل ذائع لا بد أن يكون صحيحا لا يمكن الأخذ به في مباحث العلوم وقد خالفت نظريته النظريات قبلها لذا قال داروين ولسائل أن يسأل لماذا رفض كل فطاح للطبيعيين والجيولوجيين الأحياء هذه النظرية الخاصة بقابلية الأنواع للتغير ويجيب لا أنتظر بأي شكل من الأشكال أن أقنع أحدا من علماء التاريخ الطبيعي المتمرسين المشحونة عقولهم بعديد من الحقائق التي رأوها خلال سنين طويلة من وجهة نظر مضادة تماما لوجهة نظري لم تعتبره نظريته كذلك ومن هنا لا يفترض الخضوع لسلطة الأكثرية في مجال العلوم أو حتى الإجماع في مسألة لا يعتبر فيها الإجماع حجة لكونها من باب العلوم التراكمية للمحصورة كما سبق وواحدة من أهم الحجج التي بنا عليها داروين نظريته في التطور هي أن في الكائنات الحية أعضاء ليست ذات نفع لها حاليا ويستنتج من هذا أنها أعضاء أثرية بمعنى أنها كانت ذات فائدة للأسلاف لكنها في غمرة التطور بقيت تضمحل لعدم الحاجة إليها وما تبقى هو أثر فحسب لما كان للأسلاف ذا فائدة ودرب أمثلة على هذا بقوله لا نستطيع أن نعتقد أن لذلك الغشاء الذي يصل بين أصابع أرجل البط الذي يسكن المرتفعات أو طائر الفرفاط فائدة ما كما أننا لا نعتقد مطلق الاعتقاد بأن تلك التراكيب المتشابهة في أطراف القردة وعظم أرجل الخيل الأمامية أو في جناح الخفاش وسباحة الصيال ذات فائدة ما لهذه الحيوانات على أننا مع هذا كله نستطيع أن ننسب وجودها إلى تأثير الوراثة قانعين بصحة نظرنا فيها ولكن هذه الحجة عدم وجود فائدة لعضو الماء قلبت عليه في نقد نظرية التطور وقد ذكره هذا القلب وواصفه بأنه اعتراض فيه كثير من القوة في الفصل السابع نقائد مختلفة على نظرية الانتخاب الطبيعي فقال لقد أقام الأستاذ برون اعتراضا أشد من هذا نكاية يتحدث عن اعتراض سابق وأبعد خطرا أيده ودعمه من بعده العلامة بروكا ومحصله أن بعض الصفات تلوح على ظاهرها وكأن ليس فيها من فائدة ما للعضويات التي تخصص بها ولذلك لا يكون للانتخاب الطبيعي من أثر في إحدافها وأيد الأستاذ برون معترضه بمشاهدات منها طول الآذان واستطالة الذيل في بعض أنواع الأرانب الوحشية والفئران وتلك الطبقات المعقدة التي تكون بين الأسنان في بعض الحيوانات وغيرها من الحالات المشابهة التي عددها الأستاذ تعزيزا لمعترضه إن في هذا الاعتراض لكثيرا من القوة هذا الاعتراض يقول بأن في الكائنات أعضاء لا يمكن تصنيفها على أنها آثرية وفي نفس الوقت لا فائدة فيها كطول الأذن وطول الذنب فلا فائدة في هذا لا للحالي ولا للسلف وبالتالي فلا يصح أن يقال بالانتخاب الطبيعي الذي يهذب صفات الكائن حسب حاجاته فوجود هذه الأعضاء لا فائدة فيه أصلا فلماذا وجدت؟ وهنا يرد داروين على هذا بقوله لست أجد نفسي في حاجة إلى أن أوجه نظر الباحثين إذا ما تصدوا إلى النظر فيما يزعمه القائلون بوجود أعضاء أو أجزاء عضوية معدومة النفع إلى أن تراكيب عديدة قد تعرض في كثير من الحيوانات العليا المعروفة لدينا أصح معرفة وأذقها وهي على حال من النماء لا يشك أحد إذا ما رآها في أنها من أشد التراكيب خطرا وأنفعها في حين أننا لم نستبن فيها أوجها النفع من قبل وقد تكون استبينت في بعض الحالات منذ عهد قريب ثم شرع في بيان فوائد طول الذيل والأذن التي اكتشفت حديثا وهنا يقول بأن كثيرا مما نجهله عن فوائد الأعضاء في وقت لا يعني عدم وجود فائدة فيها بل لقد حصل أن عرفنا فوائد لأعضاء منذ عهد قريب كنا نجهل الفائدة منها وهذا كلام صحيح لكن ألم يزعم من قبل بوجود أعضاء لا فائدة منها اليوم للكائن وأنها كانت مفيدة للأسلاف فحسب وبالتالي حاكم بأنها آثرية كالغشاء الذي بين أصابع البط في المرتفعات ماذا لو قيل له إن جوابك هنا على الاعتراض عليك يتوجه على كلامك السابق بأن الغشاء الذي بين أرجل بط المرتفعات له فائدة قد نعلمها غدا على التسليم بأننا نجهلها اليوم فكيف زعم بعدم وجود فائدة لها بل زاد على ذلك فحصر فائدتها بالأسلاف الأولى للبط التي استفادت من الغشاء للسباحة في الماء هنا قد وقع داروين في مغالطة الاستدلال بالجهل فكونه جاهل الفائدة لا يعني أنه أثبت عدم وجود فائدة وهو نفسه رفض الاعتراض عليه بنفس الحجة قائلا بأن ما نجهله اليوم فهذا يتوجه عليه في موضوع الأعضاء الأثرية أو يبقى اعتراض برون فيه الكثير من القوة على نظريته كما اعترفه بنفسه وهي الحجة التي شكلت عمادا أساسيا في نظريته وكأن دوكينز يرد على داروين وهو يقول لو عجز حتى أكبر عالم ثقة في العالم عن تفسير ظاهرة بيولوجية ملحوظة فإن هذا لا يعني أنها مما لا يمكن تفسيره وثمت أسرار كثيرة بقيت سرا طيلة قرون ثم خضعت التفسير في النهاية ورغم انشغال كثير من العلماء التجريبيين بالعلم إلا أن فلسفة العلم قد تكون آخر ما تطلب فائدتهم فيه وفي هذا الصياق يقول ريتشارد فريدمان الفائز بجائزة نوبل الفيزياء سنة 1966 يقول مارست العلم طيلة حياتي كلها وأنا أعرف تماما ما هو لكني غير قادر على الإجابة عن سؤال ما هو العلم ومن هنا ينهمك فلسفة العلوم في بيان المنهجية للعلم وبيان معناه ودوابعه ويبرز من بين أسمائهم كارل بوبر الذي وضع معيار ومقياس الضحض للتمييز بين ما هو علمي وما هو غير علمي الذي يقول تزداد عمومية نظرية ما ويرتفع تحديدها بارتفاع درجة قابلية تفنيدها ويقدم كارل بوبر المثال التالي وبعد التحقق مرات عديدة وفي ظروف عديدة أن الغربان سوداء اللون يسمح ذلك باستنتاج أن كل الغربان سوداء اللون يرفض بوبر هذه النتيجة فقد يحصل أن يوجد غراب أمهق قانون كل الغربان سوداء اللون قانون خاطئ وذلك أن التعميم الذي حواه يلزم لتنفيذه فحصا كل غربان الكون في كل منطقة فيه وهذا متعذر ومن هنا فقابلية تفنيده ضعيفة والاحتمال قائم أن يوجد غراب غير أسود موجود فإذا كان هذا قانون خاطئا في تعميمه على كل الغربان فكيف بتعميم يشمل كل أنواع الكائنات الحية ولك أن تتخيل هذا في التعميم الذي يطلقه دوكينز وهو يقول المذهب الدارويني صحيح ليس فحسب على هذا الكوكب بل فيما يشمل الكون كله حيث ما يمكن أن توجد حياة فقارن هذا باعتبار أن قانون كل الغربان سوداء خاطئ بهذا الذي يعمم النظرية لتشمل الكون كله بما فيه كواكب أخرى غير الأرض لم تكتشف فيها حياة لكنه يفترض أنه صحيح فيها في حال اكتشاف حياة فيها فهنا يجري الحديث عن معتقدات لا قوانين علمية ولذا يحرص دوكينز أن يقول عن كلامه بأنه يهدف إلى إعطاء المعلومة لكنه يهدف أيضا إلى الإقناع لقد اعتبر كارل بوبر أن القوة التفسيرية للعديد من النظرية هي ربما نقطة ضعفها إذ إنها تبدو غير قابلة لأن تدفع إلى خطأ إطلاقا وفي أي إشكالية طارئة على النظرية يتم إلصاق الحقائق المجسدة بالنظرية فيتم التأويل الداخلي في النظرية مهما كانت النتيجة فإن اكتشفوا أحفورة منتصبة القامة تسبق حيوانات تمشي على أربعة كان للأمر تفسير داخل النظرية والعكس صحيح مر بأن يقال ذلك سلف ومرة النوع تفرع وانقرض ولو عادوا إلى اكتشاف أحفورة تسبق فسيقال فيها نفس الشيء وهذا يفقد النظرية قابلية التفنين وبالتالي يكون نقطة ضعف فيها لا قوة وقد قال نيتشا عن نظرية داروين باكرا إنها منادى بها أكثر مما هي مبرهن عليها إن النظرية الداروينية كانت في الواقع عكاسا للعديد من فلسفات الرأسمالية في القرن التاسع عشر يقول دوكينز عبقرية داروين كانت في ربطه ما رآه بفكرة من مجال مختلف من الاقتصاد كان توماس مالتوس قد كتب خطبة شعبية مؤثرة عن مخاطر التكاثر السكاني في بريطاني الصناعية آنذاك وكيف أن التكاثر سينقطع حتما بسبب الأمراض ومحدودية الغداء تلقف داروين تحذير مالتوس من صراع البشر على الموارد وطبقه على ما يحدث في الطبيعة وهو ما عبر عنه داروين بقوله التقدم في الرفاهة الخاصة بالصنف الإنساني يمثل إحدى أكثر المشاكل تعقيدا فإنه يتعين على جميع من لا يستطيعون تجنب الفقر المدقع لأطفالهم أن يحجموا عن الاقتران وذلك لأن الفقر ليس شرا كبيرا فقط لكنه يميل إلى زيادة نفسه ومن هنا سينبري ماركس لنقضيه بعبارات شديدة عن المجتمع الإنجليزي فيقول إن داروين الذي طالعته من جديد يسليني حين يقول إنه يطبق النظرية المالتوسية على النباتات والحيوانات أيضا فكأن المسألة برمتها مع السيد مالتوس لم تكن أنه لا يطبق النظرية على النباتات والحيوانات بل على الكائنات البشرية فقط إنه لمن المرموق كيف أن يتعرف داروين بين الحيوانات والنباتات على مجتمعه الإنجليزي بما يشتمل عليه من تقسيم العمل والمزاحمة وافتتاح أسواق جديدة وابتكارات والصراع من أجل الوجود إنها حرب الجميع ضد الجميع التي ينادي بها هوبس ويتابعه إنجليز إن كل النظرية الداروينية عن الصراع من أجل البقاء هي مجرد نقل لنظرية هوبس عن حرب الجميع ضد الجميع والنظرية الاقتصادية البرجوازية عن المنافسة وكذلك نظرية مالتوس عن الإنسان من المجتمع إلى الطبيعة إن النظرية البرجوازية لم تكن لتهتم كثيرا بشأن المعتقدات بقدر اهتمامها بالربح ومن هنا كانت البراجماتية إحدى فلسفاتها تقول إن الفكرة تكون صحيحة بمعنى صدقها العقلي مدام الاعتقاد بها يعود بفائدة على حياتنا وهذا ما سينعكس على محمد شحرور مما يجعله ينادي بلبارالية الإسلام مما يعطي المجال للتعددية الحزبية وحرية التعبير عن الرأي وبالتالي يقول نرى أن الدولة الإسلامية دولة علمانية بحتة وما يستتبع هذا من منع تدخل الدولة إلى أكبر حد في مجال الاقتصاد يعطي الرأس مال زخمة إنه دواران في فلك الفلسفات البرجوازية ولما كانت الدروينية نقلا من الاقتصاد الإنساني إلى الحيوانات والنباتات فإن إطارها يشمل الإنسان في المقام الأول وإن كان أصل الأنواع قد طبع في مجلد فإن نشأة الإنسان طبع في ثلاث مجلدات وبالتالي فهناك بشر متطورون وهناك من لا يزالون همجا وفي هذا الإطار تحركت النازية ولا يقال بأن النازية وظفت داروين بشكل خاطئ فقد قال داروين نفسه مهتمونا بالأزمان البدائية ووسائلنا الوحيدة للوصول إلى قرار حول هذا الموضوع هو أن نقوم بدراسة السلوكيات الخاصة بالأمم النصف متحضرة والهمجية الموجودة حاليا وفي هذا الإطار يقول هتلر أما المفهوم العنصري للدولة كما حدده حزبنا فيما بعد فإنه يقيم وزنا لقيم الأعراق البدائية ويعتبر الدولة من حيث المبدأ ذات رسالة سامية هي الحفاظ على كيان الأجناس البشرية ولا تعترف العنصرية بتساوي الأجناس مما يجعلها مؤيدة لبقاء الأصلح والأقوى ولخضوع الضعيف للقوي تمشيا منها مع المبدأ الأرستقراطي للطبيعة لم يكن هذا استغلالا للنظرية بل هو تطبيق لها وتبقى صورها تظهر بين فترة وأخرى في تصريحات الداروينيين يقول دوكينز يبدو أننا نرى في الحفريات سباق التسلح أو بالأحرى سلسلة سباقات تسلح ذات بدايات متجددة بين اللاحمات والعاشبات وهذا بالدات مثل يتوازى توازيا ممتعا مع سباقات التسلح البشرية وبعد هذا تجد من يتحلق بالنظرية ويتحدث عن مساواة بشرية فإن أول ما ينفي المساواة البشرية هي النظرية الداروينية التي تحمل في أحشائها دوما شبحا نازية لقد جاءت نظرية ذاروين في الوقت الذي كانت الدول الكبرى فيه منشغلة بتأسيس إمبراطورياتها الاستعمارية فساعدت الرهل الأبيض على تبرير أعماله بالنسبة لنفسه وأمام غيره من بقية البشر وإن كان شحرور يمتعد من أي تفريق على أساس ديني فإن عليه أن يتذكر دوما أن الإنقسام على أساس ديني أكثر إنسانية لأنه في الإمكان دائما عبور الهوة التي تفصل وتفرق بين الأديان أما الهوة البيولوجية التي تفصل بين الأجناس فلا يمكن عبورها وقبل الانتقال إلى غير هذا يقال إلى أي درجة كان فهم شحرور لنظرية ذاروين صحيحا وهو الذي قال عنه بأنه خير من أول آيات الخلق في التنزيل يظهر هذا بقول شحرور كان ذاروين قد اعتقد بأن جد الإنسان الحالي هو قرد وقال أهم مفاصل نظرية ذاروين القرود ومنه تطور الإنسان ولم يقلف نفسه بالعودة إلى كتب داروين للتحقق مما ينسبه إليه بل عاد في بحثه إلى برنامج تلفزيوني وإلى موقع الجزيرة على أنه قد جاء في موقع الجزيرة أحد أشهر الأخطاء التي تارد على لسان العامة هو اعتقادهم بأن نظرية داروين تشير إلى أن الإنسان أصله قرد أو أنه انحادر مباشرة من القرود وذلك أن داروين بيّن في كتابه نشأة الإنسان أن النوع الخاص بنا هو أقرب شيء إلى الاثنين من القردة الشبيهة بالإنسان الأفريقية وهي الشامبانزي والغوريلا وأن الحيوان الإنساني يشترك مع تلك القرود غير المذيلة الكبيرة في جد أعلى مشترك فقد قال داروين بوجود جد أعلى مشترك بين القردة والإنسان لا أن الإنسان نفسه نتج عن القردة على أي حال هذا يظهر أن شحرورا لا حقق معنى الآيات ولا معنى نظرية داروين فلا فهم عنه ولا فهم عنها ولعل له قراءة معاصرة لنصوص داروين لم يصل إليها أحد بعد الإعلان العالمي القيم الغربية بعد أن أفرغ شحرور في دعاويه الإسلام من علمائه وانقض على عقائده ليعبث بها بآرائه التي لا تجمعها حتى منظومة واحدة بل بتلفيق من هنا وهناك لم يبقى إلا أن يفرغ كامل الإسلام من معناه بالكامل ولا يبقى بعدها إلا على الألفاظ يحورها لتضحى عنوين لمنظومات وقيم مستقلة عن الإسلام فيقول الإسلام هو الفطرة والفطرة هي الإسلام وهذا صحيح مسلم فالإسلام بعقائده وأحكامه تنساق إليه فطر الخلق وتجده متفقا معها داعية إليه بالمجمل ولكن ما معنى الإسلام عند شحرور هذا الذي تدل عليه الفطرة وذلك الذي اتسعى للملل المتنوعة عنده كما سبق يقول القتال ضد الفطرة والزكاة ضد الفطرة والصيام ضد الفطرة وباختصار الشعائر كلها ضد الفطرة فأخرج الشعائر فماذا بقي؟ أركان الإيمان التي تعد تكاليف غير فطرية فماذا بقي من الفطرة التي يقول هي الإسلام بعد أن حذف مضمون الإسلام؟ يجيب عن هذا بقوله الفطرة الإنسانية تمثل الجانب العقلاني في الإنسان أي تمثل مجموعة فيها قواعد القانون الطبيعي بالمفهوم الغربي فالمفهوم الغربي هو الذي يريده شحرور وقد حاول أن يصوغ له تآرائه لكي تتصق مع هذه النتيجة فبعد أن قال بأن في الإنسان شيئا من ذات الله وأن الله حقق ذاته بخلق الإنسان يصل إلى النتيجة القائلة إن أي إهانة للإنسان فيها إهانة مباشرة لله وبهذه الحرية كرم الله الإنسان على كثير مما خلق وهو بهذا يجعل الإنسان غاية في ذاته وقد سبق لكانت أن جعل البشر غايات بخلاف الأشياء بخلاف الأشياء غيرهم فهي وسائل وهذا لازمه الجبرية بتضييق مسألة المحاسبة الأخلاقية فالإنسان ليس مجرد خلقة لا اختيار له فيها بل له اعتقادات وأفعال وأقوال التي يحاسب عليها وشحرور مرة يستدل بشناعة أفعال الطغاة لينفي القدر وعلم الله بالجزئي ويتناسى هنا أن كل واحد منهم إنسان فأعمال الناس ترفعهم وتحطهم ومن هنا يكون للمحاسبة الأخلاقية وجه ثم يقال هل قول الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب إهانة لله لكونه أهان إنساناً أم كانت إهانة لإنسان طغى واستبدى وتعدى حرمات الله ومن هنا لم يكن لتكريمه من وجه إن اعتبار الإنسان قيمة بحد ذاته بقطع النظر عن أفعاله وأقواله واعتقاداته مناقض للقرآن الكريم قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فبين سبحانه أنه قد كرم الإنسان بخلقته فخلق الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوى الأعضاء وحسنها ثم قال ثم رددناه أسفل سافلين يعني ثم بعد هذا الحسن والنظارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل لذا استدني من هذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقد ذكر تكريمه للإنسان وبين أن أفعال الإنسان إما أن ترفعه أو تحط به إلى أسفل سافلين ولهذا قال تعالى عن الذين جحدوا الحق وكابروه أم يحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا فقد آهانهم بهذا ويقرأها أهل الإيمان بكتاب الله صباح مساء أيرى شحرور في هذا إهانة منهم لله؟ لكن شحرورا يريد أن يصل بلاهوته المبتكر إلى الديمقراطية الليبرالية ويستغرب من وضع شرط ضابط الشريعة لقبول ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيقول فقد أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 والغريب أن مؤتمرات الفقه الإسلامي وضعت شرطا لقبول ميثاق حقوق الإنسان متمثلا في إخطاعها لضوابط الشريعة التي وضعها الفقهاء منذ قرون غابرة انتهى وأي عاقل يقدر أن يقارن بين المادة 16 في الإعلان على سبيل المثال؟ يقول الإعلان للرجل والمرأة متى أدرك سن البلوغ حق الزواج وتأسيس أسره دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين مع قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون سيعلموا أن المسألة ليست خصومة لشحرور مع الفقهاء منذ قرون غابرة بل مع كتاب الله نفسه ويسهل التنبؤ بسلوك شحرور بعد معرفة أصول الفقه الجديدة عنده المتمثلة بالإعلان العالمي بأن يبدأ فيقول المترادفات والسياق التاريخي للآية والظرف والقراء والسيرورة والسيرورة والكتاب والقرآن والمتشابهات والمحكمات وقال فلان وفلان ليخلص إلى النتيجة التي مص عليها الإعلان فإن هذا الإعلان قد جاء فيه ليس في هذا الإعلان مص يجوز تأويله وهنا تتوقف حذلقات شحرور ويلتحق بنفي المجاز والقياس والتعليل أما مع كتاب الله فيجري فيه التأويلات وينشغل شحرور بالتشنيع على فقهاء الإسلام الذين اتهمهم بأنهم شاركوا الله في الإلهية فيقول أن نزعم أن كلمة الله العليا هي في تطبيق الفقه الموروث وفتاوى الفقهاء وأوامرهم ونواهيهم تحت شعار هكذا أجمع الجمهور وتحت شعار بخاري ومسلم فهو استخفاف بكلمة الله وهو العبودية بعينها وبقطع النظر عن أن الإجماع ليس هو قول الجمهور فإنه يعتبر أن الرجوع إلى البخاري ومسلم وما أجمع عليه العلماء استخفاف بكلمة الله في حين يقول عن الإعلان العالمي يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خير تعبير عن إعلان كلمة الله هي العليا فلأهل الإسلام منه كل مرة وللمعايير الغربية وأهلها كل حلوة وبقطع النظر عن تناقض هذا مع اعتباره كما سبق أن كلمة الله يجب أن تكون نافذة وهذا معناه جبرية وعدم مطالبة بأن يطبق كلام الله بل يفترض أن يكون الإعلان مطبقا كما زعم هو فإنه يقول لقد أصدرت الأمم المتحدة في منتصف القرن العشرين البيانة العالمية لحقوق الإنسان وهذه المقاييس تشكل العمود الفقاري للعقيدة الإسلامية أحسن تعبير عن الحفاظ على الدين هو تبني منظومة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة إنه تفريغ كامل للإسلام من محتواه واستبدال لكتابه بالإعلان العالمي ولكن ماذا سيفعل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنها القراءة المعاصرة واكتشاف الدين من جديد بعبارته أو ابتكار دين جديد على التحقيق يقول شحرور نستطيع أن نقول أن البرلمانات هي الشكل المعاصر للسنة النبوية في غير الشعائر وهكذا وجد في الإعلان العالمي كلمة الله العليا وفي البرلمانات السنة النبوية لكن البرلمانات تابعة لدول مختلفة متصارعة متنوعة هل كلها تمثل السنة؟ يقول شحرور كل البرلمانات في العالم تدور في دائرة التشريع الإلهي وبهذا تصبح كل البرلمانات لا تخالف التشريع الإلهي ولو سنت ما سنت حتى لو سن الكنيسة البرلمان الإسرائيلي في 1980 قانون القدس باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل فهذا يدور في فلك التشريع الإلهي إلا أن من رجع إلى البخاري ومسلم فقد شارك الله في الألوهية بنظره إن التحكم إلى كتب السنة فيه افتراء على الله عنده إلا أن المجتمعات العلمية ومجالس التشريع هي المفهوم المعاصر للسنة النبوية وليس مجالس الإفتاء والمفتين وبالتالي المجالس البرلمانية يفترض أن يشارك فيها الجميع ولا تمييز فيها على أي أساس ديني وبالتالي فإنه يقول أما الدولة العربية الإسلامية فلا بد أن تقبل أن الملحد إنسان حقوقه مصانة وسلامته محفوظة له رأيه الحر الذي يعبر عنه بطرقه المشروعة السلمية والمفتوحة للجميع وله دوره في صنع القرارات الديمقراطية فيمكن أن يصير الملحد رئيس الدولة أو يصبح الملحدون أكثرية في البرلمان وكل هذا لن يصدر عنه أي تشريع إلا في إطار التشريع الإلهي بخلاف من رجع إلى كتب السنة والقرآن وأصول الفقه لفهمهما إن الأمر يبلغ به ليقول الديمقراطية من أساسيات العقيدة الإسلامية بخلاف الاعتقاد بأن الله يعلم الجزئيات المتغيرة كأفعال البشر قبل أن تحدث على أي حال بقطع النظر عن إعدام السقراط بالتصويت الديمقراطي بحيث هاجم تلميذه أفلاطون الديمقراطية كآلية للحكم فلعله يقول هذه قراءة قديمة والرجل يريد قراءة معاصرة فيقال إن هذا الرجل الذي يزعم القراءة المعاصرة لم يتعلم من دروس القرن العشرين فلا يجب أن ننسى أن هيتلر قد وصل إلى الحكم بطريقة شرعية وأن القانون الذي خوله جميع السلطات قد تمت المصادقة عليه من طرف الأغلبية البرلمانية فلم يصل هيتلر إلى السلطة بفعل انقلاب بل بانتخابات ديمقراطية حصل فيها على الأغلبية فلقد جدب الملايين من أصوات العمال ووعدهم بنهاية البطالة والذل وبطريقته هذه حل مشكلة البطالة وقام بتحويله العاطلين إلى عمال من أجل زيادة التسلح ثم تحويلهم إلى جنود ثم تحويلهم إلى جثث هامدة فهذا الرجل الذي استبشع أن يكون الله علم أفعال هيتلر قبل أن يقوم بها ونفى أن يكون الله قد كتب شيئا من هذا بسبب بشاعة الحرب يتغافل أن السلة المعاصرة بزعمه هي التي أفرزت هيتلر وأن البرلمان الذي دار في فلك التشريع الإلهي بزعمه هو الذي أوصل النازية إلى الحكم فأي تلفيق فوق هذا؟ إن واحدا من أهم دروس القرن العشرين يلخصه كارل بوبر بقوله الاعتراض القوي الذي أرفعه ضد نظرية السيادة الشعبية هي كونها تغلب وتفضل أيديولوجية لاعقلانية ومشعوذة الشعوذة المتسلطة والنسبية حيث إن الشعب أو الأغلبية لا يمكن أن تخطئ أو أن يسلك سلوكا غير عادل هذه الأيديولوجية لا أخلاقية ويجب رفضها ولا يفترض أن ننسى أن أشنع الجرائم قد ترتكب باسم الحرية والإخاء والمساواة جرائم لا تختلف في شناعتها عن الجرائم التي ارتكبت باسم المسيحية في عصر الصليبيين لكن هذا الرجل لا يعبأ بكل هذا فأهم شيء أن يفرغ محفوظاته في سطور كتبه وبعدها ينسبها إلى الإسلام بطريقة ملتوية بأنها قراءة جديدة إنها الدغمائية بحذافيرها وكأن بروست الأديب الفرنسي يصف حاله وهو يقول الوقائع لا تنفذ إلى العالم الذي تعيش فيه معتقداتنا فهي لم تعمل على ولادتها وهي لا تهدمها ويمكن تكذيبها تكذيبا مستمرا دون أن تضعفها فهذا الرجل الذي يزعم أن المجتمعات وبرلماناتها هي الشكل المعاصر للسنة النبوية يجد وقتا ليتحدث عن الطغيان الإجتماعي فبأي معيار سيتحدث عن الطغيان إن كانت المجتمعات نفسها هي المعيار فهي السنة وهي التي تنتج القوانين وتحدد مفهوم العدالة ويتجاهل تماما الأزمة التي برزت في محاكمات نوربرغ للأسرى من القيادات النازية في منتصف القرن العشرين حيث أبرزت تلك المحاكمات سؤالا يقول كيف يمكن محاسبة القضاة في ظل الحكم النازي إن كان القاضي ينفذ قانونا سنه المشرع فقط أليست هذه هي العدالة؟ فإن جعل التشريع حقا إجتماعيا ووظيفة القضاة تنحاصر في تطبيق القوانين التي يفرزها المشرعون فإن معنى هذا تجريد القضاة من أي مسؤولية أخلاقية وقانونية ما تطبق القانون الذي سنه المشرعون مهما كانت تلك القوانين مجحفة وعنصرية وظالمة ولما كانت القوانين تمثيلا لإرادة الشعب فمتى ما تم إقرار قانون وصف بأنه إجرامي فخونه صدر باسم الشعب يبحى كل الشعب مجرما فلا معنى لمحاكمة قيادات إن تركت الشعب وإن تمت إدانة شعب كامل ما هي العدالة في مثل هذا؟ أليست هذه العنصرية نفسها التي تحركت في إطارها النازية؟ كل هذا يتجاهله شحرور ويزعم بعدها أنه يقرأ قراءة معاصرة ولم يكن شحرور هو الوحيد الذي حاول المقاربة بين الإسلام والعلمانية وها هو صادق جلال العظم قد كتب في هذه المسألة ورغم أنه من أنصار العلمانية إلا هو كان أكثر دقة وهو يتحدث في هذا الموضوع ولن تجد في كلامه ذلك التلفيق الفضل الكامل في سطور شحرور فلما تحدث العظم عن مفاهيم مثل الديمقراطية والمجتمع المدني وفصل الدين عن الدولة لم يكن له أن يشوه الحقيقة التاريخية بأنها ذات منشأ أوروبي لم يكن له أن يتحدث كشحرور كأنه يتحدث مع أطفال يريد غسل أدمغتهم وهو يقول اقتدت أوروبا بالرسول بعد فترة طويلة من وفاته يقول العظم إن الإجابة الدقيقة الواقعية عن سؤال هل يتوافق الإسلام مع النزع الإنسانية العلمانية ومكوناتها هو القول إن الإتنين متناشزان إذا نظرنا إليهما من وجهة المعتقد الجامد فمن حيث العقائد من حيث القيم حتما لا يمكن بحال أن يقال هذا هو الإسلام ولكن العظم يريد التقريب بين الإسلام والعلمانية ولذا يقترح تكيفا تاريخيا مع اعترافه بأن العقائد لا تسعفه في هذا فإنه يقترح تعديلات دينية تاريخية حتى يحصل هذا التكيف أهم هذه التعديلات أولا يتوجب على الطوائف المسلمة أن تسحب صراحة كل قواعد وضوابط الشريعة التي تحكم أهل الذمة ثانيا يتوجب على الطوائف المسلمة أن تلغي مرة وإلى الأبد قانون العقوبات الإسلامي القديم الذي ينص على عقوبات الجلد والرجم حتى الموت وقطع اليد وغير ذلك من أشكال العقاب الجزدي ثالثا سحب تكفير غير المسلمين وتقسيم الديار إلى دار إسلام ودار كفر ومن حيث انتهى العظم يبدأ شحرور لكن بطريقة لا تمت للعلمية بصلة فكل ما قاله العظم من تعديلات سيجري الحديث فيه حد الحشوي ليصل إلى نفس النتائج لكن مع فارق أن شحرور سيزعم أنه فهمها من النص بطريقة جديدة لم يسبق إليها إنها القراءة المعاصرة بقواعدها المبتكرة الدقيقة لا أنها مجرد خطوات التعديل الديني مع العلمانية ولذا يرى شحرور أولا أن قوانين السلب والحرب السائدة يومها مثل صورة التوبة آية الجزية نصوص تاريخية لا تحمل طابع التجريد والأبدية ولا تحمل صفات التشريع بل تأخذ للعبرة فقط وبالتالي يتم تغيير أحكام الذمة تماما ثانيا وبأن الشريعة الإسلامية الواردة في الرسالة المحمدية شريعة حدودية نظرية الحدود لا حدية بحيث إن قطع يد الصارق أي كف يده عن المجتمع بالسجن وانتهاء بالسجن المؤبد كحد أعلى وبهذا يتم تغيير أحكام العقوبات الإسلامية ثالثا أما وصف غير الإسلام بالكفر فهذا يتخلى عنه شحرور فيقول لا يحق لأحد أن يحكم على أحد بأنه مشرك بالله أو كافر بالله إلا إذا أعلن عن ذلك هو بنفسه ولا ينسحب هذا عنده على الفقهاء وهو يرميهم بأنهم افتروا على الله وأنهم شاركوا الله في الإلهية فالمهم عنده هو الملل الأخرى الأرستية يتسع طرح شحرور لفقدانه أي منهج لمنظومات متعددة وإن كان بعض هذه المنظومات حديثة إلا أن الأمر يتسع أيضا لمنظومات قديمة ويضحى وجود الإسلام عند شحرور مجرد حائط تعلق عليه تلك المنظومات المختلفة مهما كانت من حيث التاريخ والمحتوى والتنافر وكله باسم القراءة الجديدة ومن هذه المنظومات الأرستية فيلسقها بالآيات ومن ذلك أنه يجعل إبراهيم عليه السلام قد وصل إلى ما يسميه بالنتائج الهامة الله لا يرى ولا يسمع ولا يلمس أي لا يمكن تشخيصه كل شيء يتغير ويتحرك متطورا في الكون والله وحده هو الثابت أما أن الله لا يرى ولا يسمع فهي مسألة هو تابع فيها للجهمية وقد أسهب العلماء في الرد عليهم وترجع جذور هذه الفكرة المثالية إلى آرستو ومن قبله أفلاطون وهذا الرجل الذي زعم أنه ضد المثالية يغوص فيها بكامله فما يتحدث عنه بأنه لا يرى ولا يسمع ولا يمكن تشخيصه وأنه لا شيء محض فكرة عقلية زعمه وأنها موجودة في الواقع وإن من خصائص مثالية تحويل منتجات التجريد أي التصورات والأفكار إلى جوهر الكون ومبدأه الأول وما نسبه إلى إبراهيم عليه السلام محض كذب عليه لا يقوم عليه أي دليل أما قوله بأن إبراهيم وصل إلى أن كل شيء يتغير إلا الله فهي مجرد إعادة لمقولة آرستو المحرك الذي لا يتحرك فالحركة تعني عنده أدنى تغير وليست النقلة فقط وهذا التصور كان قبل آرستو فقد تصور زينوفانيس الإله قبل 2500 سنة بأنه لا يتحرك أبدا ولا يليق به أن يتحرك هنا وهناك وجاء آرستو وقرر الأمر وطوره ولما ترجمت العديد من المقالات الآرستية إلى العربية باكرا برزت منها مقالة اللام التي حاوت نظرية آرستو عن المحرك الذي لا يتحرك نقالها أبو بشر متى بتفسير الإسكندر إلى العربية كذلك تم الترجمة تفسير ثاميسطيوس لها ومن هنا تلقفتها بعض الفرق كالجهمية فقام بشر المريسي أحد دعاة الجهمية بتفسير اسم الله القيوم بأنه الذي لا يزول من مكانه فلا يتحرك وقد رد عليه عثبان الضارمي وعارضه بقوله كل حي متحرك لا محالة وكل ميت غير متحرك لا محالة وظلت مقالة آرستو تؤثر في العديد من الفرق وجرت مقاربتها مع محاججة إبراهيم عليه السلام المذكورة في القرآن ومن هنا قال ابن سينا عند قوله تعالى عن إبراهيم فلما أفل قال لا أحب الآثلين الهوي في حظيرة الإمكان أفول ما فجعل الأفول محمولا على معناه الفلسفي وهو الحكم على الشيء بأنه ممكن ليس هو واجب الوجود وظلت المقاربة مع محاججة إبراهيم تزداد حتى صارت مجرد كلام آرستو ومن ذلك قيل أما الخليل عليه السلام فقد حكى الله تعالى عنه في كتابه بأنه استدل بحصول التغيير في أحوال الكواكب على حدوثها وهو ما رد عليه ابن تيمية فقال إن هذا خلاف إجماع أهل اللغة والتفسير بل هو خلاف ما علم بالإذطرار من الدين والنقل المتواتر للغة والتفسير فإن الأفول هو المغيب يقال أفلت الشمس تأفل وتأفل أفولا إذا غابت ولم يقل أحد قط إنه هو التغير ولا أن الشمس إذا تغير لونها يقال إنها أفلت ولا إذا كانت متحركة في السماء يقال إنها أفلت ولا أن الريح إذا هبت يقال إنها أفلت ولا أن الماء إذا جرى يقال إنه أفل ولا أن الشجر إذا تحرك يقال إنه أفل ولا أن الآدميين إذا تكلموا أو مشوا وعملوا أعمالهم يقال إنهم أفلوا بل ولا قال أحد قط إن من مرض أو اصفر وجهه أو احمر يقال إنه أفل فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله وعلى خليل الله وعلى كلام الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله وعلى أمة محمد جميعا وعلى جميع أهل اللغة وعلى جميع من يعرف معاني القرآن وذلك أن الاستدلال بالقرآن إنما يكون بحمله على لغة العرب التي أنزل بها بل قد نزل بلغة قريش فليس لأحد أن يحمل ألفاظ القرآن على غير ذلك من عرف عام واصطلاح خاص بل لا يحمله إلا على تلك اللغة لكن هذا الرجل لا يعبأ بأي شيء فطارة يرفض أن يرجع لفهم الإسلام إلى عصر النبوة ليطير به إلى العلمانية الأوروبية وتارة أخرى يعود إلى ما قبل الميلاد عند آريستو ومن قبله ليفسر بهم القرآن دون ما يظهر أنه على ذراية بأصول ما يقول وهذا الرجل الذي كان يقول ننظر إلى التنزيل الحكيم بعيون معاصرة هو نفسه الذي يقول اهتدى إبراهيم واكتشف عبر رحلته الطويلة الواحد الأحد الذي لا يتغير وأن الكون بكل ما فيه متحرك فأي معاصرة في هذا إن الإله الأرستي لم يكن خالقا أصلا لكونه لا يتحرك وبالتالي لم يكن ذلك الإله يقوم بأي صفة من صفات الفعل وتحريكه لغيره لم يكن منه بل تتحرك إليه الأشياء كالعاشق لمعشوقة دون أي فعل من الثاني وبالتالي فإن زجه بتراث ديني محكوم عليه بالفشل سلفا فكيف وهو الذي ارتبط بالكنيسة طويلا بعد تذويبه في التراث الكنسي عن طريق تومى الأكويني الذي قال واضح أن الله ليس يمكن أن يتحرك وقد نشطت الأقلام لنقده فيما لا حاجة لإرهاق السطور به هنا يقول روجي جارودي في وصف هذا التصور الأرستي للإله إن الإله الآرستوطاليسي المسن المحرك الثابت الرب البارد قد مات وإني أشق في أن الشبيبة يحل لها أن تمثل دورا نادبة في جنازته فكيف به لو قرأ لمن يحسب أن من جاء به لا زال معاصرا وهو ما دار إلا في فلك التصور الأرستي للإله وبعد الانتهاء من بيان الأسس التي قام عليها طرح شحرور وحتى لا أطيل على القارئ أنتقل إلى الحديث عن مواضع متفرقة من كتبه تظهر قدرات الرجل وأهليته في العديد من المباحث فإن هذا الرجل الذي حرص على أن يستعرض في سطوره العديد من أسماء الكتب والرجال ليظهر بمظهر المطلع القارئ للكثير من الكتابات في الترات مما أفقده رشاقة الحرف وأوقعه في سمنة الحشو ومن ذلك قوله هل استطعنا نحن أن نتجاوز الشافعية في أصول الفقه ونضع أصولا جديدة وهل استطعنا تجاوز البخاري ومسلم ووضعنا أسسا في تنقيح الحديث النبوي وهل استطعنا تجاوز حجة الإسلام الغزالي وهل استطعنا تجاوز الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر ابن عربي وهل استطعنا تجاوز علماء الكلام المعتزل والأشعرية معا وهل استطعنا تجاوز الطبري وابن كثير ولم تكن هذه الأسماء إلا محضى استعراض وإلا فسقطاته كانت تفضح عدم أهليته مرارا عدم الأهلية للفهم فضلا عن التصدر بنقده ومن ذلك خلطه في الأشعري قال شحرور يقول أبو موسى الأشعري القرامات للأولياء حق وهي من وجه تصديق الأنبياء وتأكيد المعجزات والواقع أن هذا الكلام لأب الحسن الأشعري وهو من المتكلمين توفي أوائل القرن الرابع هجريا وليس هو أبو موسى الصحابي الشهير فهذا مما يعلمه أي دارس للترى كذب على الشافعي يزعم شحرور أن الشافعي لم يجز قراءة القرآن في الصلاة بغير العربية لأن هذه المسألة عنده تقوم على قدسية اللسان العربي وذلك ليقول بأن الأمر تحركه عند الشافعي عصابية قومية لا سند لها وهذا كله مجرد حشو تابع لمواضيع الإنشاء التي يسهب فيها محمد شحرور ولا علاقة للمسألة بكل هذا الذي يتفوه به فالشافعي لما ثبت عنده الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يقدر على قراءتها بذكر الله بالحمد والتكبير قال أمر من لم يحسن يقرأ أن يذكر الله تعالى فيحمده ويكبره ولا يجزيه إذا لم يحسن يقرأ إلا ذكر الله عز وجل وذلك تابع لأصل الشافعي بأن الرخص لا قياس فيها فقد قال في الرسالة قال فما الخبر الذي لا يقاس عليه قلت ما كان لله فيه حكم منصوص ثم كان لرسول الله سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله دون ما سواه ولم يقس ما سواها عليها وهكذا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم عام بشيء ثم سن سنة تفارق حكم العام فالرخصة بالذكر للعاجز عن قراءة الفاتحة لم يكن للشافعي أن يقيس عليها وقد علم أصله على أي حال هذا ليس موضع بيان المسألة إنما بيان كذب هذا الرجل عليه وقد صدق الشافعي حينما قال في من يحمل العلم جزافا هذا مثل حاطب ليل يقطع حزمة الحطب فيحملها ولعل فيها أفعة الذغه وهو لا يدري وذلك يعني من يكتب العلم من غير فهم نفيه عن القرآن ما جاء فيه نفى شحرور حصول أي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم مادية له في حياته قال القرآن لم يثبت حدوث أي معجزة مادية مشخصة مرئية له في حياته قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فها هو الإسراء به وقال اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وها هو انشقاق القمر الإناث رجال بعد أن علمت أصول محمد شحرور يمكن التنبؤ بنتائج ما سيقوله لكن الذي يصعب معرفته هو الواسطة التي سيظهرها للناس بأنها هي التي أوصلته إلى ما قاله ومن ذلك أنه يصطدم بقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فشيء متوقع أنه سيبدأ الكلام عند هذه الآية فهو الذي ينادي بالمساواة بين الرجال والنساء بما في ذلك القوامة والإرث فماذا سيقول في تفسير قوله الرجال يقول الرجال هم ذكور وإناث وبقليل من الحذقة حول النساء تصبح لا علاقة له بالأنثى ولا أعرف كيف سيفسر قوله تعالى وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ لنثيين الموضوع ليس لغويا عنده بل تحاكم لتلك المنظومات الخفية ولكن مهلا ألم يقول إن خير من فسر آيات الخلق هو داروين لماذا يفسر شحرور آيات تتعلق بالرجال والنساء وهم من الخلق لماذا لا يرجع إلى داروين ويرى ماذا يقول هل يقول داروين بالمساواة أم ماذا يقول داروين الرجل يكون أكثر شجاعة وولعا بالتقاتل ولديه نبوغ إبداعي بشكل أكبر ودماغه تكون أكبر في الحجم بشكل قاطع إن خير مفسر لآيات الخلق عند شحرور كأنه يعارضه هنا فيقول التباين الرئيسي في القدرات الذهنية الخاصة بالشقين الجنسيين يتضح عن طريق بلوغ الرجل إلى المراتب العليا في أي شأن يتخذه بشكل أكبر مما تستطيعه المرأة سواء كان محتاجا إلى تفكير عميق أو رزانة أو قدرة من التخيل أو إلى مجرد الاستخدام للحواس والأيدي وإذا تم وضع إثنتين من القوائم التي تحتوي على الرجال والنساء الأكثر بروزا في قرض الشعر والرسم وفن النحط والموسيقى متضمنا كلا من التأليف الموسيقي والآداء والتاريخ والعلم والفلسفة مع نصف دزينة من الأسماء التي تندرج تحت كل موضوع فإن القائمتين من شأنهما أن لا يكون مجالا لأي مقارنة لكنه بؤس التلفيق الخاتمة رأينا فيما سبق كيف يختار بعض الكتاب الفوضى باسم المنهج وأن ما سطروه محد شيء ذائد على سطح العالم سطور تتحكم فيها منظومات أجنبية عن النصوص الشرعية فيقع التحاكم إليها كالمحكمات ويجري التسليم بها كالمسلمات فيتم تجاهل معاني النصوص لمصلحة تلك المنظومات لكن مهلا أليس العري الفادح خير من الزي الفاضح فالزي الفاضح يستر المساوئ ويظهر المحاسن فلما اختار شحرور مسلكه هذا في زجه لتلك المنظومات باسم الدين متزينا به متجملا به عند أهل الإسلام لماذا لم يعلنها صراحة أنها هي المعول عليه بدل أن يقول ما أقوله نابع من القرآن لكنه محذ قراءة جديدة أليس في هذا طريق التفاعي عن صراحة فرعون لكنه يصل إلى نفس النتيجة حيث قال فرعون أنا ربكم لعلى ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فبدل أن يقول شحرور هذا يقول كلامه الذي يراه ثم يقول هذا معنى قول ربكم فيضحى متكلما باسم الله أليس في هذا اختباء خلف النصوص ومتاجرة باسم الله تعالى فيما لا علاقة له بكتابه إن لمحمد شحرور تصريحا قد يساعد على فهم أحد أسباب حديثه في الجانب الديني قاله في كلمة له ألقيت في معهد العلاقات الثقافية الخارجية في ألمانيا أقول إن الدين في المنطقة العربية والإسلامية هو المكون الأساسي للثقافة والمحرك الأساسي للسلوك ولابد لتأصيل وترسيخ هذه المفاهيم من إصلاح إبداعي وديني لتصبح هذه المفاهيم جزءا منها إنه سلوك براغماتي بامتياز إنه لا يعنيه الحقيقة بل يقول إن المفاهيم العلمانية لن تترسخ ما لم توضع في قالب ديني وإلا فإنها لن تصبح مؤثرة في المنطقة العربية والإسلامية بعبارة أخرى إذا أثبتت الأفكار اللاهوتية أن لها قيمة في الحياة الملموسة المحسوسة فهي أفكار صحيحة بالنسبة للبراغماتية بمعنى أنها نافعة إلى هذا الحد إنه سلوك أيديولوجي لا يمت للعلمية بصلة إنه يبيع سلعة وهذه السلعة دعايتها دينية لمجرد أن يشتريها الزبائن لكونهم لا يشترون دون أن تكون الدعاية دينية ونقول لمحمد شحرور حتى وأنت تأخذ الأمر على هذا المحمل فلم تكن مجيدا لما سطرته سوى بمساهمتك الفعالة بصياغة عنوان هذا الكتاب بؤس التلفيق تم الكتاب بحمد الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك